نادي الأهلي وقت اللي بيمر بالنادي في هذه التوقيتات هو وقت المصارحة والدعم المصارحة والدعم وكل الأسئلة اللي بيطرحها جمهور النادي الأهلي حيلاقوا إجابتها النهاردة من خلال من مبارح للنهاردة طبعا الناس كلها بتكتب كل الآراء على السوشال ميديا البعض وجه اتهاماته للكابتن محمود الخطيب البعض الآخر وجه اتهاماته للكابتن حسام غالي البعض الآخر وجه اتهاماته للكابتن سال عبد الحفيز هنتكلم في كل ده البعض الآخر وجه الاتهامات لللاعبين حد تاني وجه اتهاماته للمدير الفني الجديد كلام كتير جدا فيما يخص هذه الأمور النهاردة أنا موجود مع حضراتكم علشان أجاوب على كل هذه الأسئلة والنهاردة عندنا حلقة إن شاء الله لو قعدت للفجر ما عنديش أي مشكلة أنا النهاردة طالع ولا ههاجم ولا هتكلم في مثل هذه الأمور لأن النادي الأهلي أكبر من أي حد ولا عمري هكون مكسور خلي بال حضرتك أنا ولا عمري مش أنا جمهور الأهلي عمره ما هيبقى مكسور أبدا اتغلبنا؟ اه اتغلبنا عارفين ايه هي الأخطاء اللي عندنا؟ اه عارفين ايه هي الأخطاء اللي عندنا احنا طالعين النهاردة وأمام 70-80 مليون أهلاوي ما عنديش أي مشكلة مشكلتي الوحيدة فقط وعلى فكرة هناك نوعين من الجمهور الأغلب منه حسن النية الأغلب من الناس حسنت النية في انتقادها لحاجات كتيرة جدا بتحصل خلال الفترة السابقة ولكن هناك نوع آخر من الجمهور حتكلم عنه المشاهد اللي شفناها وبنشوفها لمواقف كتيرة جدا لجمهور النادي الأهلي هي أساس شعبية هذا النادي وهذه الشعبية صنعت مكانة النادي الأهلي في كل العالم ووصلته لأنه يكون نادي القرن في أفريقيا فيش حد كامل ولا الأهلي محتاج حد يطبله بعد التاريخ عشان هتطلع تقول لي هو أنت طلعت تطبل هو أنت طلعت ما تتكلمش على اللاعبين لا أنا مش هتكلم على اللاعبين ولكن أنا حجاوب على أسئلة حضراتكم اللي موجودة على سوشال ميديا النهاردة إيه؟ النهاردة الجمعة أنا عمري في حياتي ما طلعت يوم جمعة ولكن النهاردة أصريت أن أنا كون موجود مع حضراتكم على الهواء إدارة القناة طبعا أصرت على أن أنا بقى موجود على الهواء مباشرة مع حضراتكم وعندي ثلاث أجزاء حتكلم فيهم مع حضراتكم فيه أمور كثيرة ولكن أصرينا النهاردة إحنا بنحطش رأسنا في الرملة عمرنا ما حنحط رأسنا في الرملة عمرنا ما حنتكسر حنفضل دائماً النادي الأهلي صاحب أكبر بطولات محلية وأفريقية وإن شاء الله قريب جداً عالمية عندنا أخطاء عندنا أخطاء محدش هيقوب محدش بيشتغل مية في المية صح عندنا أخطاء كل الناس عارفة إيه الأخطاء اللي موجودة في النادي الأهلي ولكن من ضمن الأمور اللي بتتقالها هتكلم فيها مع حضراتكم كمان شوية ولكن أنا عايز بس حد من المنظومة الرياضية واحد شخص واحد من المنظومة الرياضية اللي في مصر عندنا كم واحد بيتكلم في الرياضة في مصر عندنا أقول إيه 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون يعني مسؤولين في الرياضة في مصر أنا عايز واحد بس يطلع يقول لي أن هذه المنظومة إمتى جمهور الأهل إمتى لعبت النادي الأهلي خدوا أجازة في الثلاث سنين الأخيرة مش هقول في الآربع سنين الأخيرة من بعد كورونا سنتين في السنتين الأخيرتين إمتى لعبت النادي الأهلي خدوا أجازة المنظومة الرياضية في مصر أرهقت اللاعبين كنا وحشين آه كنا وحشين في الشوت الأول كنا سيئين ونتغلب واحد واثنين وثلاثة واربعة آه كان ممكن ده يحصل بس لده مستوانة ولا ده لعبتنا في الشوت الثاني كنا أفضل آه أفضل بس مش هو ده النادي الأهلي اللي إحنا بستنيينه زي ما قلت لحضرتك إن فيه نوعين من الناس ناس حسنة النية بتقول إن النادي الأهلي عنده مشاكل وده طبيعي جدا وفيه ناس تانية مش حسنة النية عايزين يهدموا المعبد ويوقعوا النادي الأهلي بس أعلمين النادي الأهلي ما بيقعش والأهلي وجمهوره فوق كل الناس ما احترامنا لكل الناس مجلس إدارة لجنة كورا شركة كورا أعضاء أي حد النادي الأهلي واسمه فوق أي حد تعالوا نشوف الأسئلة اللي الناس أو بعض الناس حسنة النية طرحتها علشان أجاوب عليها وبكل صراحة وبوضوح وفي نفس الوقت بالمنطق بالمنطق الكلام اللي بيتقال والحملة اللي معمولة على حسام غالي مثلا الحملة اللي معمولة على كابت الخطيب وبجلس الإدارة مثلا هتكلم في كل هذه الأمور انت طالع تقول الكلام ده في قناة الأهلي أيوة فندم طالع أقول الكلام ده في قناة الأهلي سكتنا كتير خلال الفترة السابقة لكن لازم أرد على كل واحد بيحب النادي الأهلي عشان أقفل الباب لأن الحد أنا عندي ماتش يا جماعة مش أنا النادي الأهلي عنده ماتش يوم الحد أنا عندي ماتش في الدوري اللي لسه مخلصش اللي أنا ممكن جدا 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 أكون بطل وبالمناسبة 30 أغسطس نكون بنحتفل في الدوري هنا إن شاء الله ليه لا ليه لا مش بطولة ضاعت ههد كل المعبد يا البطولة دي ضاعت بسبب أخطاء هنتكلم فيه وحنقولها لحضراتك بس مش دلوقتي مش دلوقتي يا فندم حقدر أتكلم في هذه الأمور النادي الأهلي دائما ما يحاسب لاعبيه وإداريه وكل المنظومة بيتم حسابها في آخر الموسم يا فندم هو أنا دلوقتي ينفع تعقد مع اللاعبة دلوقتي يا فندم ولا ما ينفعش طب خلينا بس أبدأ بالسؤال الأول لكل أو يعني كل حسن النية من جمهور النادي الأهلي بيسألوه أو أنتوا ليه مشيتوا موسماني في منتصف الموسم اتنين دوري أبطال أفريقيا واتنين سوبر وبروزيتي كاس عالم وكذا 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 وسوبر مصري وكاس مصر وكذا أنتوا ليه بشيتوا يا جماعة إيه اللي أنتوا عملتوه ده طيب هو الإنسان أو الشخص اللي بيسأل هذا السؤال موسماني طلع كم مرة قال أنه هو مشي علشان هو عايز يمشي هو طلب أنه هو يمشي والنادي الأهلي طالما أنت طلبت تمشي الأهلي أكبر من أي اسم مدرب أكبر من أي اسم مدرب اللي عايز يمشي البابة هو يفوت عشرين جمال فيلر قبله عمل كده ومشي يا جماعة إيه اللي حصل جبنا موسماني خد دوري أبطال أفريقيا مرتين ووصل نهاية أفريقيا في ثالث مرة وخد كذا وكذا وكذا كلام اللي احنا بنوعد نقوله ولكن لما حد يطرح عليك السؤال ده من فضل حضرتك رد عليه بهذا الشكل بسيطة هو النادي الأهلي مشى موسماني لا يا فندم النادي الأهلي ما مشاش موسماني النادي الأهلي موسماني طلب أنه هو ما يكونش موجود خلال الفترة اللي جاية والنادي الأهلي عمره ما بيضرب حد على إيده حضرتك مش موجود أو مش عايز تبقى موجود تفضل يا فندم شكرا جزيلا لك بما لك من أخطاء أنا بقى بقولها بما لك من أخطاء أنا مش عايز أتكلم في الأخطاء السابقة اللي وسلتنا الكادة بالمناسبة لأنه وله أخطاء وله حسنات كثيرة جدا والراجل ده حيظل دائما في تاريخ النادي الأهلي ولكن ما لوش أخطاء لا لي أخطاء وأنا شخصيا بشوف أنه هو موسماني واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي جوا من النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت له أخطاء عارفها كل الناس لكي مش هتكلم عنها دلوقتي برضو سؤال الثاني اللي ناس بتسأله كابتن محمود الخطيب بيدير منظومة الكرة بمفرده بشكل منفرد ده كلام يدحك كلام يدحك والله العظيم تلاتة ده كلام يدحك كل جمهور النادي الأهلي حسن النية عارف كويس جدا جدا أن النادي الأهلي نادي أو نادي مؤسسات يعني ايه؟ يعني هناك رئيس للمؤسسة وهناك مشرف على كرة القدم بيعاونوا شركة الكرة اللي رئيسها مين؟ هيوة واحد من أساطير الاقتصاد في مصر وأساطير يعني مجالس إدارة النادي الأهلي كلهم أساطير فياسين بيمنصور هو رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي عشان اللي ما يعرفش يعني هو النائب بتاعه مين؟ بتاعي ياسين بيمنصور مصطفى بيه مراد فهمي أهم حد في الاتحاد الأفريقي سكرتين العام الأفريقي الفترات طويلة جدا والاتحاد دولي ورئيس لجبن قول بقى زي ما تقول تاريخ طيب وبقية الأعضاء اللي موجودين الأستاذ عمر شهين المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشركة وهو مدير التسويق للاتحاد الأفريقي في أزهى عصور الاتحاد الأفريقي هل دول حيقبلوا على نفسهم إن كابتن محمود يقول أنا مش عايز إسلام يبقى خلاص؟ يبقى مش عايزين إسلام؟ لا طبعا فيش حاجة اسمها كده جوانادي الأهلي فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها لجنة تخطيط كمان بالمناسبة للي ما يعرفش كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصر لهم دور كبير في كل البطولات السابقة وفيه قبل كل دول بقى مجلس إدارة بيحسبوا جمعية عمومية يعني كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين دول من أول السيد الوزير السابق الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتاجي أمين السندوق بقية أعضاء المجلس كلهم كلهم عشان ما نساش أسماء بيحسبوا على كل حد وعلى كل حاجة فالكابتن خطيب يعني كابتن خطيب بيمشي كده يقول لهم والله يعملوا كذا كابتن خطيب ما بيعملش الكلام ده كابتن خطيب أو بلاش الكابتن خطيب النادي الأهلي ما بيحصلش فيه كده النادي الأهلي ما بيحصلش فيه كده لازم يا جماعة نفكر بعقلنا قبل ما حد يتكلم والكلام اللي أنا شايفه على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا لازم ناخد بالنا مين اللي بيكتبه وبيكتبه ليه مين اللي بيكتبه وبيكتبه ليه وحتلاقي الكلام ده موجود في خمس ست عشر عشرين أكاونت هو هو يعني فيه حد رميه علشان يتحط على العشرين أكاونت هو 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 الكلام يعني الكلام اللي أنا بقوله إيهاب الخطيب بيقوله مثلا يعني فلان التالت بيقوله الرابع بيقوله هو هو الكلام مفيش حتى حرف متغير مش كده يا جماعة طيب تالت سؤال وعلى رقم أنا برد على هذه الأسئلة تالت سؤال كابت الخطيب بيدلع اللعيبة يعني إيه بيدلع اللعيبة أنا آسف جدا معلش إحنا عندنا لائحة للمكافئات في النادي الأهلي داخل النادي الأهلي في لائحة للمكافئات وليحة للخصومات يعني حضرتك التمرين الساعة كان تسعة مثلا التمرين تسعة الصبح حضرتك جيت تسعة وخمسة بتنزل التمرين رجل محترف ولعيب محترف ولكن بيتخصم منك مبلغ وقدره لازم بقى كابتن سيد عبد الحفيز يطلع يقول إسلام الشاطر جيمت أخر فإسلام الشاطر حقسم منه عشر تلاف جنيه عشان جيمت أخر قال لا هو ده كلام يا جماعة من إمتى بيحصل كده داخل النادي الأهلي من إمتى هل كابتن سيد مطالب كل يوم يقول إيه اللي بيتخصم وإيه اللي ما بيتخصمش كلام يعني ما يصحش إنه هو يتقال يا جماعة ده في مطش بعد 48 ساعة في الدولة العام المصري مع الجونة خسارة بطولة أو مباراة مش معناها هد المعبد لا ولا ندبع حتى اللاعبين اللاعبة دي هتلبس تشيرت النادي الأهلي يوم الحد وحتلعب مباراة فين الدلع هو حضرتك تعرف مين مخصوم منه إيه ومين مش مخصوم منه إيه والله أقسم بالله في حاجات الواحد بيبقى عرفها ولكن ما ينفعش أطلع أتكلم فيها ولذلك ولذلك إن شاء الله في نهاية هذا الموسم إن شاء الله هجيب كابتن سيد عبد الحفيز واعود معاه مش أنا وهو يعني هعود مع أنا وهو في حلقة إن شاء الله يعني ونتكلم عن كل هذه الأمور هل بيحصل خصومات فعلاً ولا ما بيحصلش مش ممكن يا جماعة والله كلام ما يصحش حتى إن هو يتقاله ما يصحش إن إحنا نرد عليه ولكن جمهور النادي الأهلي على دماغي وعلى دماغنا كلنا أي أسئلة حضراتكم بتسألوها هنحاول نجاوبها أي حاجة حضراتكم عايزين بعتونا على الصفحة وأنا هجاوب على كل الأسئلة النهاردة أنا طالع عشان أجاوب على كل أسئلة حضراتكم طيب السؤال الرابع وده سؤال غريب لكن ماشي السؤال الرابع يقولك إيه أصل النادي الأهلي ما جابش ولا صفقة لغاية دلوقتي يا جماعة بجد النادي الأهلي ما جابش ولا صفقة طيب أولاً أنا العبد الضعيف أعرف معلومات تخص هذا الأمر ولكن مش هقدر أتكلم عنها ليه مش هقدر أتكلم عنها وبعدين هو إزاي حد يسأل سؤال زي ده مبدئياً إزاي حد يسأل سؤال زي ده إحنا لسه ما كملنش معنا مدير فني مبارح هو قال الكلام ده بقاله سبع تدريبات بيدرب الفريق طيب هو المدير الفني ده مش من حقه كمدير فني جديد للنادي الأهلي يشوف اللعيبة المعارة مين هيرجع ومين مش هيرجع هل عايز حد من المعارين ولا لأ يشوف الفرقة يشوف اللعيبة المصابة اللي هتخش طيب الفرقة محتاجة إيه؟ محتاجة المركز الفلاني يبقى هنتكلم عن المركز الفلاني هو بيرشح والنادي بيرشح لغاية لما نصل لإسم لاعب جامع لاعب يصلح للنادي الأهلي وده بناء على إيه؟ بناء على تقييم شركة الكرة بقى ولجنة التخطيط والناس اللي شغالة دي كل قد تفاكرين الناس قاعدين يا جماعة؟ ده طبعا أنا بتكلم على بعض من لا يشجع نادي الأهلي هو أنتوا فاكرين أن الناس قاعدة ما بتعملش حاجة الناس قاعدة بتعمل تقييمات لكل لاعب عمل كان بص في السنة وأخطأ في إيه وكان كويس إمتى وكان وحش إمتى واتصاب كان مرة وعمل إيه وكذا 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 كل حاجة طيب هل في صفقات جاية النادي الأهلي؟ في نادي في العالم خصوصا لما بيبقى نادي بيلعب على عدد وكم البطولات اللي موجود ده ما بيجيبش صفقات جديدة كل سنة؟ أنا مش هقدر أتكلم أكتر من كده مش هقدر أقول أكتر من كده هل في صفقات جاية؟ أنا معرفش ما عنديش معلومة ودي مش معلومة آه في صفقات جاية بس جاية إزاي وجاية إمتى؟ إمتى؟ ده نهاية الموسم حضرتك اللي هو هل دي ينفع دلوقتي؟ أنا جبت إسلام الشاطر صفقة جديدة مثلا للنادي الأهلي هل ينفع إن أنا أطلع أعلن وأقول إسلام الشاطر صفقة جديدة؟ وأنا مش هستفيد منه خلال الشهرين اللي جايين لغاية يوم تلاتين تمانية لأنه مفيش قيد يا جماعة دلوقتي مفيش قيد فما ينفعش أتكلم على صفقات وبعدين من إمتى سياسة النادي الأهلي بتقول إن هو بقدر يتكلم على صفقات؟ إلا بعد انتهاء الموسم وبعدين ممكن نسأل حضراتك سؤال مين نادي في العالم بيعلن عن صفقة قبل ما تكتمل؟ بنسمع حديث وكذا 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 ولكن هل في نادي في العالم أو قناة نادي أو مركز إعلامي لنادي بيعلن عن صفقة؟ والموسم شغال؟ واللعبة بتلعب مع فرقها؟ هو لاعب واحد فقط خلال الفترة اللي فات اللي تم الإعلان عنه مهند لشين راح فيوتشر؟ وإحنا عارفين ليه؟ بس كده في حد تاني تم الإعلان عنه؟ فيش حد تاني تم الإعلان عنه؟ لأنه ما ينفعش يا جماعة من فضل حضراتكم خلينا نبقى مركزين في الكلام وشايفين للمرة التانية مين اللي بيرمي الكلام ومين اللي بيقوله؟ السؤال الخامس حسام غالي ودوره داخل النادي الأهلي طيب كيف أصبح كابتن محمود الخطيب رئيصا للنادي الأهلي؟ بلاش كابتن خطيب؟ كيف أصبح كابتن حسن حمدي رئيصا للنادي الأهلي؟ بلاش كابتن حسن؟ كيف أصبح الله يرحمه الأسطورة صالح سليم رئيسا للنادي الأهلي كابتن خطيب اتعلم من الكابتن حسن وكان معاه نائب رئيس نادي وأمين صندوقه كذا وكذا وكذا لغاية لما كابتن حسن اعتزل العمل العام والكابتن خطيب أصبح رئيسا للنادي الأهلي طيب كابتن حسن تعلم من الكابتن صالح سليم الله يرحمه من خلال موجوده كنائب للرئيس وكأمين صندوق وقعوده مجلس إدارة ومدير كورا لغاية لما كابتن صالح سليم توفاه الله وكابتن حسن حمدي أصبح رئيسا للنادي الأهلي طيب العظيم مختار التيتش هو اللي علم الكابتن صالح سليم لغاية لما أصبح كابتن صالح سليم رئيسا للنادي الأهلي كابتن حسن غالي هو كادر النادي الأهلي بيتم الإعداد لأن يكون موجود في خدمة القلعة الحمراء خلال الفترة اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم زي ما كابتن حسن اتعلم من كابتن صالح وكابتن خطيب اتعلم من كابتن حسن وهكذا برضو كابتن حسن غالي بيتعلم من كابتن خطيب وبيتم تجهيزه ليكون كادر داخل مستقبل النادي الأهلي ده مش كلام أنا جماعة ده كلام الكابتن خطيب نفسه فهموا يعني اسمعوا الكلام قبل بداية الدورة الانتخابية دي لما قال كده قال إن شايف أن حسن يقدر يكون معايا في إدارة الكرة لما كون مش موجود يعني حسن غالي بيبقى بيدير كرة القدم لما كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحة ما يبقاش موجود لكن حسن موجود دلوقتي بيتعلم من الكابتن خطيب كيفية إدارة الكرة بيتحط في مواقف صعبة بيشوف الكابتن بيتعامل إزاي بيشوف مجلس الإدارة بيتعامل إزاي بيشوف لجنة الكرة بتتعامل إزاي بيطلع المعالب عساد تقريبا كلها في أفريقيا وكابتن محمود كان موجود طول ربنا يديله الصحة ويفضل دايما موجود كان موجود في كل الحالات تقريبا وكل ده مع لجنة الكرة ومع شركة الكرة لما تم الإعداد لها ولجنة التخطيب وكل هذه الأمور مفيش حد بيتكلم بحاجة بشكل مفرد ده حسام جالي ده صوت صوت جوه عفوا جوه مجلس الإدارة واللي عاملين الحملة دي على حسام معروفين بالإسم بالإسم وخدوا فرصة بكده وخدوا فرص وفشلوا وقالوا كمان إن حسام عايز يمشي سيد عبد الحفيز طيب هو مين اللي ممكن يصدق مثل هذا الكلام كابتن حسام غالي عايز يمشي سيد عبد الحفيز علشان يجيب كابتن محمد فضل على ما أتذكر صح حاجة كده يعني بيقولوا كده هم بيقولوا كده صح عشان محمد فضل صاحب الكابتن حسام غالي على فكرة أنا صاحب الكابتن حسام غالي على فكرة وقال رياض صاحب الكابتن حسام غالي جدا على فكرة عماد متعب صاحب الكابتن حسام غالي جدا وقال جمعة صاحب الكابتن حسام غالي وكل حاجة كل صحابه بقى حيجيبه بمديرين كرة يعني وبعدين السؤال هو ينفع الكابتن حسام غالي يخش في مجلس إدارة على افتراض أن الكلام اللي بيتقال ده كلام صحيح على افتراض فالكابتن حسام غالي عايز يجيب اسم من الأسماء اللي يكون مديرا للكرة بدل الكابتن سيد عبد الحفيز فحيخش مجلس إدارة أو هيقعد مع المشرف على الكرة يا كابتن خطيب يقول له إحنا عايزين نماشي الكابتن سيد عبد الحفيز وعايزين نجيب فلان الفلاني مكانه مظبوط طيب هو مش في حاجة اسمها مجلس إدارة بيتم عرض الأمور كلها عليه عشان يختار ولا حضراتكم عارفين طبعا الكلام ده كويس فلو الكابتن حسام موافق على هذا الأمر على الرغم من أننا متأكد أن الكابتن حسام ما بيعملش كده وقريبا جدا هتشوفه برهان رسمي على هذا الأمر لكن كله في وقته كابتن حسام غالي صوت جوه مجلس إدارة النادي الأهلي فما فيش منطق أساسا في الكلام ده سيد عبد الحفيز واحد من أفضل مديرين الكورة في تاريخ النادي الأهلي وامتداد لأسماء عظيمة تولت هذا المنصب قابله وكمان زي ما قلت لحضراتكم ده قرار مجلس إدارة ولجنة كورة وشركة كورة عمره ما بيبقى قرار انفرادي وده كلام مش منطقي يا جماعة دعم جمهور النادي الأهلي عمره ما بيكون مشروط ده على مدار من 1907 وحتى الآن حب من القلب غير مشروط بانتصارات ولا ببطولات ولكن الجمهور ده هو اللي بيجيب لنا البطولات هو اللي بيخلينا اللي مش قادر يشير رجله بيشير رجله مرة واثنين وثلاثة وعشر عشان جمهور النادي الأهلي الخسارة سواء كانت بطولة أو ماتش مش معناها انه نهد بالمعبد او اخرج عن المسار المنطقي والطبيعي لإدارة شؤون الكورة في الأهلي وإيه اللي بيحصل من انبالح للنهار ده واللي بيدير الأمر ده معرفين بالاسم على الاستقرار هو بداية التصحيح حضرتك كجمهور اعمل اللي انت عايزه انتقد أداء اللاعبين انتقد أداء إدارة انتقد أداء مفيش حد فوق الانتقاد مفيش حاجة غير النادي الأهلي بس اسم النادي الأهلي بس اللي فوق الجميع لكن حضرتك انتقد من أول رئيس النادي لغاية أصغر حد انتقدهم زي ما انت عايز انتقد لجنة التخطيط ولكن لازم تبقى عارف ان انت عندك ماتش بعد يومين وعندك بطولة دوري لم ينتهي حتى هذه اللحظة وعمر ما محاولات هدم المعبد دي هتحصل ولا هتأبدا ليه؟ جمهور النادي الأهلي دايما هو اللي بيقف لمثل هذه المحاولات دايما بتقلقي على الحلوة والمرة معاه الحلوة شفناه كتير دلوقتي في وحش؟ اه في وحش خسرنا بطولة خسرنا بطولة ولكن اللي جايه يبقى أفضل لازم نقف ونساند في ظل هذه الفترة اللي احنا فيها الصعبة جمهور الاهلي طول عمره السند الأول للنادي ولفريق كرة القدم ولكل الفرق اللي موجودة في النادي الأهلي والرهان دايما على جمهور الأهلي وعقلية الجمهور اللي عاش عمره كله كله يدعم النادي وسياساته وإدارته دايما دايما رهان كاسباد الجمهور النادي الأهلي ده هو الحاجة الوحيدة اللي بيطلع من جيبه عشان يروح يتفرج على اللاعبين أحلى حاجة في مطشن بريح إيه الجمهور هتفات الجمهور اللي من أول ديها لأخر ديها بس وجهة نظر يعني أحلى حاجة من أول ديها لأخر ديها جمهور النادي الأهلي وقفوا رفرقته دخل في الجون والتاني والفرقة الكاسي أهلوي عندنا أخطاء الشوط الأول سيئين جدا مش ده النادي الأهلي والشوط التاني أفضل طبعا ولكن برضو مش هو ده النادي الأهلي هل إيه اللي حيحصل للفترة اللي جاية حضراتكو حيتم الإعلان ولكن كل حاجة في وقتها عمر من النادي الأهلي كان بيطلع يقولك إيه أنا خصمت منش عارف من مين إيه عمره ما حصل لا 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 جماعة عمرها دي ما بتحصل أبدا 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 يظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع وسيظل هذا الشعار موجود على مدار العمر أتمنى أتمنى أن الرسالة تكون وصلت للجميع اللي حضراتكو عايزينه أي سؤال حضراتكو عايزينه أنا موجود النهاردة مع حضراتكم علشان أجاوب على أي سؤال ولكن من فضل حضرتك قبل ما تسأل وقبل ما حد يزقك أن أنت تسأل اعقل الأمر الأول ونتكلم فيه بالمنطق من غير بقى ممكن ننتقد جدا جدا ما فيش مشكلة ولكن في نفس الوقت مش عايزين نصل أن نحن نهدم المعبد في هذا التوقيت لسه شهرين وجواهم بطولتين بالمناسبة هما مش بطولتين هما أربعة لأنه كاس مصر الجديد اللي وإحنا فيه الدوري دول بطولتين لو كسبتهم اتنين سوبر يبقى أربع بطولات ممكن تكسبهم ولا قدر الله ممكن تخسرهم أنا من دلوقتي مش أنا لوحدي أنا متأكد معظم أو كل جمهوري النادي الأهلي سيكون في ظهر لاعبي خلال الفترة القادمة من أول مباراة الجونة يوم الحد وبعد كده الأربع وبعد كده بقية المباريات اللي حتبقى موجودة كلنا في ظهركم عندكم أخطاء كلاعبين عندكم أخطاء ولكن احنا متأكدين إن إن 150 مباراة 75 مباراة في الموسم الواحد ده عدد كبير جدا 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 أنا عارف إن أنت تم إرهاقهم من قبل منظومة الكرة أو منظومة الرياضية في مصر خلال الفترة الأخيرة ولكن احنا محتاجين قتال أكتر من كده خلال الفترة الجاية عندنا دوري وعندنا كاس مش هنتنزل عنهم عندنا دوري وعندنا كاس عايزين نكسبهم علشان نروح نلعب السوبر وبعد كده يحلها ألف حلال حطلع فاصل وفقرتنا الأولى النهاردة حيكون معايا كاتبنا الصحفي الكبير وأستاذنا الأستاذ حامد عز الدين نائب رئيس مجلس أمناء قناة النادي الأهلي اللي حيكون معانا في الفقرة القادمة أكلم مع الأستاذ حامد عاش مثل هذه الأمور لفترات طويلة جدا إيه اللي بيحصل وإيه اللي حيحصل ومن وجهة نظره أستاذ حامد من الناس اللي تقدر تسمحها وتبقى مستمتع وأنت بتسمع الأستاذ حامد عز الدين بعد الفاصل كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين طبعاً خلونا نرحب ضفنا الكبير وكاتبنا الصحفي الكبير ونائب رئيس مجلس أمناء قناة الاهلي كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين ازاكي أستاذ حامد أهلاً أهلاً يا قبتن نشرفين وكل عادة بوجود حضرتك معنا وسوعة ده الحقيقة بوجود حضرتك معنا في مثل هذا التوقيت لأن حضرتك تاريخ النادي الأهلي تعرفه جيدا أنا نصف قرن أهلاوي و44 عام عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأحد أفراد منظومتها الإعلامية على مدى هذه الفترة الطويلة بالتأكيد فرحت كتير جدا 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 إلى درجة الفخر والزهو وأيضا كانت في بعض الهفوات الكبوات العثرات الناكسات في الوسط لكن طبعا كل التجارب بتخليك تعرف إيه اللي بيحصل وإزاي أنا على فكرة هي المرة الثانية التي التقيقة على الهواء وجها لوجها المرة الأولى لم تكن في قناة الأهلي المرة الثانية كانت وأنت مسؤول عن السجد التحليلي في قناة الأهلي وكنت يعني غاضبا جدا من انفعالك بعد مباراة الأهلي والساند داونز التي خسرها الأهلي وذكرتك وقتها بأنه أنا في يوم كنت في أستاذ القاهرة وأشاهد مباراة للأهلي والزمالك وكانت كل الشواهد تقول إن الأهلي سيفوز بفرق لأنه آخر مباراة للأهلي كان كذبان الترسانة خمسة صفر وكانت زمالك متعادل مع غزل ثميات ولعيبة الأهلي الفريق كاملا بكل نجومه الكبار فريق تاريخي فيه ربيع ياسين والكابتن الخطيب كل الناس صفى عبده كل الفرقة بأكملها بلا استثناء نعم وخسر الأهلي ولم يكن هناك واحد بشاير رجله بيجري باستثناء الكابتن ربيع ياسين نعم وعدت إلى أخبار اليوم لألتقي الراحل العظيم الكابتن عبد المجيد نعمان نعم وقلت له أنا يعني هقطع لعيبة النادي الأهلي فقال لي اهدى 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 تعيش تعيش استنى بس شوية وبعدين بعد ساعة كتبت كلام صعب جدا جدا قال لي إن عايزك تقراج كمان ساعة عايزك تقراج كمان ساعة لأنه إذا كنا إحنا إحنا الأهلوية هنكتب كده في لعيبة الأهلي ماذا يقول الآخرون نعم إحنا لعيبة الأهلي الآن دي حثرة ومفيش خالص في الكرة حد يعرف نتيجة المباراة نعم أو كما كان يقول مسيماني لو نعرف نتيجة المباراة قبل أن نلعبها فحيبقى مش محتاجين نتمرن صح لأنه إما عارفين إن إحنا كسبنين أو خسبنين إما إحنا خسبنين صح في الحالتين لازمته إيه التمرين نعم فكرة القدم أهميتها دراماتيكيتها في أنك لا تستطيع أن تحدد نتيجتها قبل أن تنتهي المباراة تماماً أبداً 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 مظبوط هي الأعظم في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية نعم المؤسسة التي أصبح لها قيمة تسويقية ضمن الأعلى على مستوى العالم مظبوط إن أنا أختزل النادي الأهلي في فريق قرب يلعب مباراة خسر مباراة خسر بطولة ده إحنا واخدين بطولات لدرجة الأقراهن حد يجي يقول لي تفاصيل 42 بطولة دوري 37 بطولة كاس والعشر بطولات أفريقية لأبطال الدوري والسابع بطولات أفريقية لأبطال الكؤوس والكاس السوبر المتاخد كم مرة والميداليات البرنزية على مستوى كاس العالم الأندية إحنا أخذنا بطولات كتير جداً جداً فلما نختزل هذا النادي الأهلي المؤسسة العظيمة جداً الأكبر جغرافياً واقتصادياً نعم وتأثيراً وجماهرياً في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي أما نحن نخسر أن الأهلي خسر المباراة وكان سيئاً في الشوط الأول نعم اللي عمل الهيسة دي الحقيقة في أنا أعتقد 90% على الأقل من جماهير الأهلي الافتراضية ما معنى افتراضية لأنه بعض جماهير الأهلي فهمني غلط قبل أن نوصل لكلمة الافتراضية دي أسأل حضرتك السؤال للجمهور وقاعدين هايسأله لك هايقول لك اه احنا خسرنا بطولة ولكن احنا مش متعودين ان احنا نخسر بطولة مش متعودين ان احنا نخسر بطولة بهذا الشكل احنا متعودين ان اللعبة تقاتل ان يبقى في مش في الكرة بس ده في كل النادي الأهلي وكل بطولاته وكل لاعبية من يعني احنا تعودنا على كده فاندك لكل مباراة ظروفها حضرتك لعيب كورة نعم كم مرة نزلت وكنت كويس جدا في مباراة وبعدين كانت تضيئة منك انا متفرج وبشكر قناة الاهلي انها ازاعت قبل مباراة الاهلي الزمالك مباراة سنة 2007 على ما اعتقد اربعة وثلاثة اه اربعة وثلاثة كاس مصر اللي الاهلي كسب بجوليل للكابتن اسامة حسن لكن ابو تريكل حياة في الدقيقة الأخيرة من الشوت التاني جابت تعادل لا انا عصدي اقول يعني احنا تعادلنا وفلعبنا اكسترا تايم وفي الاكسترا تايم احنا كسبنا المباراة مزبوط وكان الزمالك بيعمل واحدة من افضل مباراة على الاطلاق مزبوط كرة القدم تحكمها قاعدة مهمة جدا اسمها التوفيق وعدم التوفيق التوفيق وعدم التوفيق ده بشكل عام افندي مش على انبارح لا بشكل عام لان انبارح كان واضح لماذا التوفيق لانه التوفيق يحتاج الى مشيئة والكون ما بين ارادة ارادة يعني رغبة في تحقيق شيء نعم ومشيئة هي انفاذ الارادة بتحقيق الشيء انت تريد ان تنجح هذه مشيئة نعم المشيئة دي للبشر اما الله سبحانه وتعالى فهو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون المشيئة ليه لان الامر يتعلق بالرزق الفوز بنورة كرة قدم رزق نعم وهو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يرزق من يشاء بغير حساب نعم يرزق من يشاء بغير حساب نعم ده بيتطلب ان احنا نستخدم الاسباب الارضية ان احنا نبذل جهد اكثر انا اريد ان اعرف كم لاعبا اساسيا غاب عن النادي الاهلي بعضهم قبل المباراة بتلت اربع ايام فقط هم الاساسيين حسين الشحات وطهر محمد طهر وقابليهم انت 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 عندك حداشر لاعب سيبنا من الاصابات الطويرة اكثر التوفيق وعمار حمدي لا انا بتكلم على الاصابات اللي حصلت المزمنة زي اصابة بدر احنا كان ناقصنا 11 لعب اي فريق كرة بالكامل كان غائبا واللعيبة اللي بتلعب ديه واحد زي عمر السلية انا اشفقت عليه لانه لعب 206 مباريات في اخر موسمين لعيبة الاهلي بقالهم ثلاث مواسم متتالية بلعبهم محدش محدش فيهم اخذ راحة سلبية مضبوط ده كان بيبقى موجود في كل المواسم السابقة على ده محمد صلاح وساد يومني وكل لعبة اوروبا بيعملوا لهم ايه اللي يعملوا في الاجازة ان لا يقتربوا من اي شيء يخص العضلات بتاعتهم لانه انها خلايا انسانية وليست خلايا حيوانية نعم تلك التي تتحمل انا لو ما كان اي لعب من النادي الاهلي الحقيقة الحقيقة اول ما اشوف الكرة هقرف هبقى مش عايز احط رجلي فيها قول لي هل شعرت بهذا قبل ذلك ام لا انا كلاعب يعني ايوه تعبت واحد تعب احنا بنلعب ثلاث مواسم ممكن اقول لها قصة قلتها يمكن بلكده سريعة جدا مرة مانويل جوزيه لان احنا كان الفترة بتاعتنا موجود مانويل جوزيه فمستر مانويل دخل من بره وكلنا واقفين انا حكيتها بلكده قال لبوتريكا ايه قال له جوهم جوهم فكنا في اخر الموسم يعني فبوتريكا ايه بيهازر فاكره بيهازر قال له لا لا ببهزرش روح بيتكم وعد وبعد اسبوع تعالي رجع بعد اسبوع لعبنا مباراة او حاجة وبعد كده هو اللي كسبنا مباراة الزمالك بتاعة اربعة ثلاثة على ما اتذكر يعني ليه لان هو حاس ان ابوتريكا ما عندوش عشرين تلاتين في المية من مستوى هل ده معنى ان ابوتريكا وحش لا اما هي ده القضية لا انا هحكي لك على قصة اول مرة تفضل تفضل انه كان فيه مدرب الماني عظيم اسمه ديترش فيتسا فيتسا طبعا درب النادي الاهلي والاهلي اخد بطولة الدوري ومباراة نهائي كاس مصر امام النادي المصري البورسعيدي نعم وقرر اتحاد القرى ان المبارسة تقام في الثالثة ظهرا في عز الحر كنا في اخر يونيو وكده فاللعيبة جت عشان تتمرن التمرينة الاخيرة الساعة ثلاثة بعد عشر دقايق هو بص الوشوش اللعيبة وقال فركش مش هنكمل التمرينة فيتسا قال مش هنكمل التمرينة تقولوا بالليل مش فاتصل بي الله يرحمه الكابتن احمد ماهر نعم وهو كان عارف ان انا وثيق الصلة بفايتسا قال لي الخواجه عمل حاجة عمرنا ما شفناها احنا لازم نتمرن في وقت المجارة هو قال لي الناس يمشي وترجع الساعة تسعة بالليل فشوف كده كلم حد قول الكابتن طارق سليم الله يرحمه كمان وكده فعاد فيتسا في التاسعة وعمل تمرين نص ملعب لمدة نص ساعة وانا حضرت فسألته ليه قال لي اللعيبة دي طوب فورم انا عشان العبهم في نفس التوقيت زي المساعدين بتوع المصريين ما بيقولوا هخلص عليهم والمباراة بكرة فانا عايزهم يقع بكرة فرش ولعبنا المباراة وبعد تلت ساعة كان المصري بيلعب معنا يعني فيها رايح جاي وكده وبعد كده كسبنا المباراة ثلاثة سفر انا اقصد ان اقول ان الحالة البدنية بتأثر على الحالة الزهنية والحالة النفسية وما يتعرض له لعب الاهلي لم تتعرض له الخيول لقد تعبت الخيول في مدى الفترة الماضية هذا الفريق هو ذاته اللي كسب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورية مرتين وعمل فيها نتائج غير طبيعية هو نفسه الفريق اللي كسب كأس السوبر الأفريقي خارج أرضه مرتين هو اللي كان في كأس العالم للأندية الأخيرة يلعب بدون 18 لاعبا ونجح في أن يحصل على الميدالية البنزية بعد ما كسب في المباراة الأولى بطل المكسيك القوي جدا أمام جمهوره اللي كان مالي 75% من المدرجات إذن بالتأكيد هؤلاء اللاعبين ليسوا فاشلين ولا يصلحون ولكنهم يتعرضون لما لم يتعرض ولا يتعرض له أي فريق منافس أريدك أن تسألني لماذا؟ لماذا؟ لأنه النادي الأهلي بيلاعب أما بيلاعب فرق كبيرة فرق كبيرة يعني بتلعب في ملعب كامل لا سبنا أفريقيا حتى في الدوري ماشي أما بتلاعب الزمالك والإسماعيلي وسموحة ويعني فرق كبيرة بتلعب بين الدية فبيلعبوا في ملعب كامل لأنهم بيهجموا ما تبقى معهم كورة وبيدفعوا ما تبقى مش معهم غير لما تلعب في نص ملعب لكن إحنا باللاعب سبعين في المئة من الفرق بتلعبنا في نص ملعبها وبناء لا يا حين لعيبة الفرق اللقصادك بتجري في أربعين متر وأنت بتجري في مئة مظبوط وبناء عليه يبقى الجهد بقى بتاعك أنت بقى مضاعف وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده علمي شرحوا لي بوضوح موسيماني وهو يتحدث ويسألني لماذا فزنا على الزمالك الخمسة وعلى الإسماعيل أربعة وعلى سموه أربعة وعلى مينة وعلى برامج ثلاثة إحنا ليه كسبنا دول وماتشاد تانية بنكسب واحد صفر وبنتعادل وبنخسر ليه؟ لأن هي دي الحقيقة أنا ما بلعبش كورة يعني وإحنا بلعب الفريق اللي بلعب في نص ملعب بس ليفربول لما بيجي لعب أي فريق من الدوري نفس الكلام برضو بس أنت عدد الفرق التي تلعبك بندية كاملة في الدوري الإنجليزي هو خمسة وسبعين أو ثمانين في المئة وفي عشرين في المئة اللي هم عارفين أنهم لسا طلعين مقصدش ليفربول مكر الدولي الأسباني ريال مدريد يعني أنا أقصد أقول لك ما حد حيرد عليك يقول لك خل بالحركة أنا مقتنع بل أنت بتقوله ده ليه؟ لأننا كنت بعمل كده يعني أنا كنت بلعب كده اللي حالك بتقوله ده لما أنا كباكرايت لما أجري في مئة متر غير لما أجري في ثلاثين متر صحيح بالنسبالي أنا بقول لك يعني فأنا مقتنع لكن هو اللي أعب بيتفرج عليك هيقول لك كده هيقول لك طب في أسبانيا هم أنا دينت أربع عندي تلت أربع عندي بالكتير يعني الباقي كلهم شبه بعض فحيقول لك طب ما هو نفس الكلام ما هو ريال مدريد بيلعب نفس الكلام على ملعب كبير وملعب صغير وده بيقف يدفع قدامه وده ما بيقفش يدفع قدامه هذا صحيح بس أنا بقول للنسبة والتناسب إحنا بالنسبة للأهلي أي فريق نقطة من الأهلي تسوى الدنيا وما فيها ده شعار كل الأمدائي مظبوط وبناء عليه فنسبة الفرق اللي بتلعبك نص ملعبها يعني وقفين عشرة عشرة فنص ملعب أكتر بكتير أكتر بكتير إحنا قلنا أسامي أربع فرق فين البقين مم في 12 فريق تانيين أوكي وهكذا فأنا أقضي أنه إحنا علينا أن نتعامل مع لعبينا على أنهم بشر نعم تحركهم عضلات مصنوعة من خلايا إنسانية أوكي لأنه حتى الخيول يمنع للفارس في المسابقات الأولمبية أنه هو يعني يهزر مع الخيل يسخن معاه قبل ما هيلعب إلا بعد مرور ساعة على الأقل من المسابقة اللي يكون لعبها الخيل وليس البشر خلونا نتعامل مع لعبين على أنهم بشر الفكرة دي اللي حالك بتتكلم فيها وصلت للناس تمام إن إحنا عندنا لعبين تعبانين جدا ومرهقين جدا الإجهاد فوق الوصف أنا شفت أنا شفت محمد عبد المنعم ما كانش في حد مشترك معاه في كرة ونط ونزل على رجله رجله ما استحملتش ووقع يتصاب أسبوعين إحنا عندنا كام لعيب مصاب طب ليه اللعيب اللي عندنا مصابين كتير لأنه اللعب اللي بيبقى علينا بيبقى عنيف جدا لأنه أنت أمهر أنت أحرف أنت أعلى فهو بيقدم كل اللي يقدر عليه واللي ما يقدرش عليه نعم هذه هي الحقيقة ويعرفها كل من يلعب كرة قدم في مصر فإحنا شوية نهدأ ونعرف إن دي في النهاية هي مباراة كرة وما تيجي تتعامل معي مع النادي الأهلي تعامل مع النادي الأهلي الضارب في التاريخ الضارب في الوطنية المصرية النادي الأهلي الناس عارفة اسمه قبل من ما يبقى فيك دور كرة قدم النادي الأهلي قيمة عظيمة جدا النادي الأهلي قيمة مضافة لأي إنسان يتعامل داخله أي إنسان أي مكان اللي بيلعب في النادي الأهلي ماتش واحد احتياطي يتذكره الناس ويستضيفونه الآن لكي يكون ضمن الاستوديوهات التحليلي الرياضية التي يملأها الكوميديون لمجرد أن نلعب في النادي الأهلي احتياطي احتياطي مرة فالنادي الأهلي ده أكبر بكتير جدا 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 من أن نتحدث فيه أن جماهيره التي تعرفه وهذه هي النقطة التي أتمنى أن تسألني أنا سايب موضوع الافتراضية ده لغاية وقته علشان نقدر نتكلم وانا بتكلم في الانترو بلاقي ما تيجي تتفرج على سوشال ميديا فبتلاقي ناس بتتكلم حسنة النية وهي بتتكلم بمعنى أن هي بتبقى أنا متضايق أنا تعبان مبارح ثلاثة اربعة القناة هنا أو الناس اللي أنا شفتها على الأل بعد المباراة الناس كلها اللي جاله ضغطه والدم درب في دماغه وكل حاجة أنت مشجع للنادي اللي أنت بتحبه وبالتالي النادي تتغلب وخسرت بتولها فهتبقى متضايق وزعلان وكل حاجة ولكن فجأة الكابت الخطيب بياخد قرارات امفراضية فجأة حسام غالي لا يصلح لأي حاجة خالص فجأة كل الحاجات دي حصلت فجأة بدون النظر للحضراتك بتقوله ده أولاً ثانياً بدون النظر لأن هذا الفريق زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بقاله سنتين بياخد كل البطولات بقاله ثلاث سنين خلي نتكلم بعد الكورونا يعني بعد الكورونا بقاله سنتين بياخد تقريباً كل البطولات اللي بيشارك فيها فيما عادة كسر عالم للأندية اللي خد فيها ثلاث عالم طب هو ده مجد أفشل القضية ممكن هو ده محمد الشناوي هو ده هو ده هو ده هو ده لكن الكل دلوقتي أو يعني موسيق النية يقول لك إيه؟ هو أسلوك كابت الخطيب بياخد قرارات منفردة وده بيحصل في النادي الأهلي ما أنا عايز أفهم من حضرتك حضرتك إحنا يعني نعرف حاجة قد كده لكن من حضرتك تعرف من زمان إيه اللي بيحدث داخل النادي الأهلي؟ لأنها هي مؤسسة مش من النهاردة من 1907 الدنيا ماشي كده الخطيب أنا سمعت الانترو الرائع اللي أنت قلته إنه مين بييجي بعد مين بيجي بعد مين بيتعلم إزاي وهكذا نعم لكن أهم نقطة إن ده جاء إزاي من الذي اختار هؤلاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وهي الجمعية الأقوى والأضخم في تاريخ الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية هي التي انتخبت هذا المجلس برئيسه وفي انتخابات تبقى صعبة جداً وفي انتخابات تبقى أقل حدة وهكذا لكن الذين ينتخبون مجالس إدارات النادي الأهلي هم الجمعية العمومية شديدة الوعي للنادي الأهلي نعم وكلمة الجمعية العمومية هي اللي ستاخدنا لجمعية أخرى مش عمومية لكنها جمعية عامة الجمعية العمومية في النادي الأهلي يمثلها أعضاء النادي الأهلي العاملين هنا بقى حيقولك الجمهور فين معقولنا الجمهور كجمهور بالعكس ده النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي برس صحيح صحيح دول يمثلون الجمعية العامة لنادي الأهلي أيوة وعلى فكرة دوماً بيبقى لهم رأي فيه الجمعيات العمومية حتلاقيهم بر أصوار النادي الأهلي لأنه لا يحق لهم الدخول والإدلاء بأصواتهم لكن بيبقى لهم تأثير جداً على كل الأعضاء مظبوط الأعضاء الجمعية العمومية قبل دخولهم إلى النادي لكن ليس هؤلاء هم الذين أتحدث عنهم نعم الجمعية العامة للنادي الأهلي ومثلوا على جماهير النادي الأهلي الملايينية الضخمة جداً في كل مكان مظبوط وإلا ما كانت حالة الحزن الملايينية بالأمس لمجرد أن الأهلي ليس لمجرد أن الأهلي خسر لكن لأنه كان سيئاً جداً في شوط المباراة الأول نعم حالة الحزن العامة حالة حزن ملايينية مظبوط لأنه هذا هو الأهلي الجمعية العامة الأهلوية دي في منها نسبة كبيرة جداً جداً بإيه لها صفحات على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو على تويتر على تويتر الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي أعضاء جمعية العمومية لنادي الأهلي نحن نعرفهم واحداً واحداً طبعاً لمسجلين عندنا بأساميهم بكرنهاتهم بكل شيء الجمعية العامة لا نعرفها مظبوط لكن المصيبة كمان مش في الجمعية العامة الأهلوية لكن الجمعية العامة المندسة التي تقود بعض من الجمعية العامة اللي هي الجمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا في اتجاهات أخرى وما أسهل اللجان الإلكترونية المدفوعة نعم التي يديرها مشبوهون نعم في مختلف المجالات هؤلاء هم الذين يصنعون هذه الحالة غير الصحيحة في توصيف أي شيء بيحصل في أي حد ناجح لأنه مصر أيضاً تتعرض لمثل هذه اللي كان الإلكترونية الزائفة طيب برضو أسأل حضرتك هل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على كرة القدم داخل النادي الأهلي بقرار مجلس الإدارة هل الكابتن محمود الخطيب يستطيع يستطيع أن يتخذ قرارات منفردة في إدارة كرة القدم؟ أعتقد أني أنا حضرت اجتماعات وبعضها كنت حضرتك حاضراً فيها ورأيت كيف يدير الكابتن محمود الخطيب أي اجتماع أن يسمع كل الأراء وتسجل كل الأراء ثم يتم التصويت هذا هو ما تعلمه من قبله لكن كان الكابتن حسن حمدي الله يدي الصحة كان دوماً في أي موضوع يطرح يقول نسمعه من الأول لو لم يكن قد تم التصويت عليه لو لم يكن قد تم يقول نسمعه من الأول يعني أطراف الموضوع تحكي من الأول وبالتفاصيل وبعد ما كله يقول رأيه نقول التصويت عشان نشوف إذا كان في حد معترض ونسمع وجهة نظره وتسجل لو اعترض أحدهم على شيء من اللي بتقال في الجلسة بيتم تسجيله في مجلس الأدار بيتم تسجيله في محضر مجلس الأدار وبعد ما تنتهي وأنا طبعاً وبعدها بيوقع الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع إذا ما كان كلامهم سجل أم لا أو لو ما سجلش يظهروا الخطأ اللي موجود هذا حضرتك حضرته وشفته وأنا حضرته وشفته وكثيرين حضروا وشفوه وبنان عليه فإن القرار في النادي الأهلي ديمقراطي بدرجة مئة في المئة أوكي وما أسقط البعض أيوة هو عندما تخلوا عن الديمقراطية في اتخاذ القرار تمام ده بالنسبة للقرارات المنفردة أو يعني كلام اللي هناخد كل تقريباً كلام السوشال ميديا نتكلم عنه النهاردة لأنه مهم في النهاية هذا الكلام يجب أن يكون هناك لي رد عشان كده أنا النهاردة قلت لازم فيه حلقة للصراحة بمعنى أن حضرتك تطلع أنت رجل يعني محدش يعني محدش يقدر يزايد على حبك للنادي الأهلي ولا على أي حاجة لكن حضرتك عارف كويس جداً 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 أن العالم الافتراضي أو بعض الأشخاص في العالم الافتراضي في الجمعية العامة للنادي الأهلي والمنافسين بيكون له آراء عايز يهد بها معبد أو عايز يهد بها النادي الأهلي علشان يستطيع أي نادي آخر أو أي نادي منافس أنه هو يصل للي هو عايزه فخلينا أسأل حضرتك إيه رأي حضرتك في المشهد الآن داخل النادي الأهلي بعد خسارة كاس مصر مبارح بطولة مهمة الكل كان ينتظرها الكل كان ينتظر أداء أفضل من كده شوت أول سيء جداً شوت تاني أفضل ولكن ليس أداء النادي الأهلي في ظل وجود مدير فني بقاله أسبوعين هو قال سبع تمرين في ظل وجود مدير فني ما بقالوش أسبوعين وبالتالي حضرتك شايف المشهد ده ازاي من بره دعني أؤكد تفضل أن المدسوسين وسط الجمعية العامة الافتراضية للنادي الأهلي نجحوا في المرحلة الأولى في تطفيش بيتسو موسيماني نعم بيتسو موسيماني قال أنه تعب مرضى لأنه كان من المتابعين بقوة للسوشيال ميديا فقال أنه مرضى هو لأول مرة يرتفع ضغطه ويتوه ويدوخ ويجي له جرثومة في المعدة من كتر اللي شافه وأنا على يقين أنه كان بعض الجماعة العامة الافتراضية للنادي الأهلي تنجر وراء المدسوسين بهدف لأنهم كانوا يعني يخشون تماما استمرار بيتسو موسيماني الذي اتفق أعداء لجنة الكرة ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن الخطيب على عندما طلب إعفاءه من المسئولية أنه قالوا له نحن متمسكون بك فالراجل أنه إنسان إنسان طبيعي بالعسف الشديد يا أستاذ حابد حضرتك أعرف تفاصيل ما ينفعش أطلع تتقال في ساعتها وأنا كنت أعرف تفاصيل وقد أكون موجود في بعض التفاصيل وحضرتك كنت موجود في بعض التفاصيل اللي ممكن تتقال لكن مش هينفع أن أطلع نقول الراجل طلب إيه وعمل إيه وعايز يمشي إليه يعني الراجل بصراحة كده أعرف الراجل أعرف الراجل زهق الراجل أصيب بالمرض فتحقق لكاريه الأهلي ما أراده مش عشان أنا بقول إن الاختيار مصر السوارش لا ده موضوع آخر لكن إنت وإنت بتختار بعد نهاية موسم ومرتب أمورك الموضوع مختلف عن الهزة اللي كان مقصود إحداثها في صفوف الأهلي لصالح من؟ لصالح كاريه الأهلي وبالتأكيد لا يمكن أن يكون ما حدث لصالح محبي الأهلي أن تحب الأهلي فالأهلي لا يلعب كرة قدم أهلي يلعب 19 لعبة الأهلي يساهم اقتصاديا لأنه لدينا أكثر من 206 ألف أسرة أعضاء في الجمعية العمامية للنادي الأهلي يلعبون رياضة ويلعبون سباحة ويلعبون كرة قدم ويمارسون أنشطتهم المختلفة داخل النادي الأهلي الذي بعدما كان فرعا واحدا في الجزيرة أصبح اليوم أربعة أفرع في تمدد جغرافي غير مسبوك في تاريخ أي نادي في العالم هل من الممكن أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة بالسطوة اللي احنا سامعينها على حسام غالي دي إن هو يخش يقول يا جماعة أنا عايزة ماشي حامد عز الدين دلوقتي سيد عبد الحفوة أنا هقولها هو على الهوة سيد عبد الحفيز لازم يمشي دلوقتي فمجلس الإدارة كله هل ده ممكن أنا معرفش هذه ليست أخلاق الأهلي نعم هذه ليست أخلاق الأهلي وهذه ليست إدارة الأهلي أنا قلت إنها إدارة ديمقراطية نعم يعني لو افترضنا أن أحد أعضاء مجلس الإدارة له اختراح بيستعرض اختراحه نعم وبتتشكل لجنة لجنة من عضوين كمان على أساس يتم دراسة الإختراح وكيفية تنفيذه وإزاي بأفضل حال وهكذا وبعدين يتم التصويت نعم يتم التصويت في اجتماع لمجلس الإدارة بكامل أعضاء والقرار اللي يتفق عليه المحضر بتاع جلسة مجلس الإدارة يبقى فيه أراء الجميع وأنا من يعني مصود جداً النهاردة أن أتذكر البرنامج الرائع التسجيلي اللي بيعمله بتعمله خناة الأهلي اللي هو محاضر مجلس الإدارة لأنها بتبين أنه اللي احنا بنعمله النهاردة ده ليه تاريخ حيبين لا قال له تاريخ قوي قبل كده قبل كده مصبوط أهو حصل مين قال إيه حتى لو هتعمل حفلة تتعمل إزاي حفلة حفلة هتتعمل إزاي وهكذا مش بنتكلم في أرقام وميزانيات وهكذا فإحنا النادي الأهلي يقدم نموذج أعلى في الإدارة الرياضية الديمقراطية وجمعياته العمومية هي الأكبر والأوعى والأكثر فهماً وأكثر مشاركة من بين كل الأمدية الرياضية الموجودة في مصر والعالم العربي والقرار الإفريقية بعتراف القرار الإفريقية شوز حامد الفترة القادمة كيف تراها؟ أنا أرى أنه النادي الأهلي قادر تماماً بما يملكه من إمكانيات وقدرات إدارية وبشرية ومالية على أن يعني يستوعب كل هذه الترهات لأنه يعرف الحقائق أنا أقول لحضرتك النهاردة أنت بتقول أنا لعبت كورة وأنا أما كنت بلعب مطالب أن أنا أعمل سبرينت من الباك رايت عشان أروح ألعب أوفر الناحية الثانية عشان أرجع حد يساعدني لغاية ما أوصل أن أنا أخد نفسي طبعاً صح الكلام؟ طبعاً طبعاً أنا المشدق أنا أشوف يشوف أنا ألعب الاماتش وأطلع على المعسكر نعم أقض في المعسكر يومين وأنزل عشان ألعب الاماتش أو أنزل عشان أسافر أنا أريد حد يحسب لنا أنا أريد حد يحسب لنا عدد الكيلومترات التي سافرها لعبه الأهلي خلال هذه الفترة عدد المباريات التي لعبوها عدد الدقائق التي لعبها كل لاعب ومقارنتها بأي حد في الدنيا بما فيهم ليفر بول تمام بالنسبة لملف الصفقات في النادي الأهلي الصفقات الفرق الرياضية بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص إيه اللي بيحصل في ملف الصفقات لأنه دلوقتي الناس تطلع تقول إيه يا جماعة النادي الأهلي ما جابش صفقات حتى الآن وبالتالي الفرق أو زي ما أنتوا شايفين مع الناس بتقول كده إذا ما أنتوا شايفين مش أحدش قادر يجري وحتعبانين وكذا فأنا عايزين صفقات وعايزين مش تلعك سمعه اللي أنا بقراء على السوشال ميديا فبالتالي ملف الصفقات كيف يتم إدارة ملف الصفقات داخل النادي الأهلي حقيقي أنا أمام سؤالك حسأل سؤال واحد هل حدث في يوم بين الأيام إن النادي الأهلي من خلال وسائل إعلامه الإلكترونية أو المكتوبة أو المرئية بادرة بأنه يتحدث عن تلميحات ولا بينقل ما نشر رسميا في مواقع النادي الأهلي يقول الأهلي تعاقد مع فلان أو الأهلي أنهى التعاقد مع فلان أو الأهلي أعارى فلان الأهلي لا يتحدث في مثل هذه الأمور إلا في توقيتها لأي أي حاجة تانية دي كفيلة بهذا استقرار فريق أنا هجيب لائب لأني شايف أنه لائب أنا هشوف له حاجة تانية وكل الكلام ده يكون بيحصل بس إحنا ما نتكلمش فيه ليه لأني ده النادي الأهلي النادي الأهلي ما يبقاش كده يعني مستباح إذا كان كانت الجمعية العامة لأنه أنا أثق في الجمعية العمومية وأنها عرفة النادي الأهلي على إيه؟ الجمعية العامة اللي هي جماهي للنادي الأهلي ترى أنه يجب أن يستباح الأهلي فليقولوا لنا عبر وسائلهم الافتراضية كلون يا جماعة على فكرة لو في صفقات أنا أعرف شوية صفقات لو في الأستاذ الحمد يعرف شوية صفقات بالمناسبة لكن لو حضراتكم عايزين أن نطلع أن نقول هذه الصفقات لو في صفقات يعني هنطلع أن نقولها كيف نقولها وموسم الدوري الممتاز بقرة القدر اللي هو بطولة الأهل المفضلة لأنه فاز بها 42 مرة مقابل 13 للمنافس العتيد الزمالك التقيق فاضل فيه 11 ماتش للأهل ونتكلم الوقتي وإحنا الفرقة بتاعتنا يعني ربنا يكون في عونهم ربنا يكون في عونهم خلوا بالكو الخيول تعبت الخيول السرج جرح أعنقها الخيول السرج جرح أعنقها في حرام حرام إحنا عايزين ندعم لعبتنا ونقولهم عارفين إحنا عارفين اللي أنتوا فيه وعارفين أنتوا متحملين قد إيه بس معلش عشان خاطر اسعدنا مع الوظيف لأثبار الأهل يلعب 19 لعبة رياضية وينفق عليها الملايين وليست كرة القدم محدعة كرة القدم لا يمكن أن تكون المعادل الموضوعي للنادي الأهلي فريق كرة القدم يلعب مباراة يكسب أو يخسر هذا متعلق بمشيئة الله كما أسلفت نعم طيب ما أخيرا أستاذ حامد لو حضلك عايز توجه كلمة لجمهور النادي الأهلي في هذه الظروف وبمناسبة فريق كرة هو دايما الناس تعرف كرة القدم هي أحب الألعاب لقلوب الجمهور الأهلاوي والجمهور المصري جمهور العالم كله وبالتالي كرة القدم هي اللي بتاخد العين كرة القدم هو هي اللي بتجيب الفلوس الكتير بالمناسبة يعني هي اللي بتجيب الملايين اللي بيتم صرفها هي كرة القدم وبتالي عشان كده بتلاقي عليها يعني لو فريق الكرة بيبقى ماشي كويس تبقى الدنيا كويس لو فريق الكرة عمل كده ولا كده لكن اعنا عندنا بالفعل 19 لعبة أخرى ما بين بقى كل الألعاب المختلفة واخدين فيها بطولات بال365 بطولة في الموسم الماضي على جميع المساويات محليا وعربيا وافريقيا كرة القدم مختلفة صحيح بس هي كرة القدم مختلفة ليه كرة القدم كانت بتدخل في نطاق الانترتينمنت الترفيه إلى ما قبل الاحتراف إلى ما قبل الاحتراف كان الترفيه والأهلي ما كانش بيصرف والناس كانت بتاخد اثنين جنيه وخلاص وما كانش هو المدرب كان الكابتن الوحش ينزل وقول له اطلع على طوله وأول ما تشوف اعلان كوكاكولا يعني كان الحكاية بسيطة الآن تحول الموضوع إلى موضوع اقتصادي احترافي وكان الأهلي هو المبادر الأهلي هو الرائد في مصر كمؤسسة رياضية أولى في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا باعتراف دول الشرق الأوسط ودول أفريقي ننتهي هذه المؤسسة الرياضية أما بقت لعبة كرة القدم اختلفت من أنها لعبة ترفيهية يعني يمارسها الهواء إلى لعبة احترافية بتدخل فلوس احنا عملناها كويس جدا وبدأنا وأحسننا اختيار المهاجمين من قبل فلافيو وكذا ورجورج الحسن من أيام كابتن صالح وبدأنا نخش في الموضوع واحنا اللي اعترضنا على قلة المكافأة بتاعت بطل أفريقيا لغاية ما الاتحاد الأفريقي رفعها وأصبحت دي لها دور في تحديد القيمة السوقية للمؤسسة الأهلوية بصفة عامة اسم الأهل يسوي ايه؟ دي قصة كبيرة جدا يعرفها كل بتوع التسويق وكل شركات الإعلانات في العالم النهاردة الأهلي عمل شركة الأهلي لكرة القدم مظبوط ليه؟ حتى يكون هناك تعامل احترافي اقتصادي مع كل حاجة بنقول احنا محتاجين لعيبة طب احنا عندنا قد ايه رأس مال في الشركة اللي احنا لسه واغدين على فكرة لأنه كله بيحكي وفاهم ان دي دخلها جزء من لا دي شركة كرة القدم نادي الأهلي فيها ب51% ويطرح بقية الأسهم بتاعتها اللي هي هتبقى 49% في البورصة عشان نوفر لها الرأس المالي الكافي ان احنا اما يجي مدير التعاقدات يقول لنا قدامي لعب بخمسة مليون سترليني فيقول له ايوة في رأس مالي غطي اللي انت عايزه ويشوفه بقى حيكسبه كام وهكذا لم يبدأ لان احنا السبوع الماضي فقط خدنا الموافقة على الترخيص للشركة بالعمل وهناك شركات اخرى فالنادي الأهلي فاهم هو بيعمل ايه ولا اعتقد ان احدا من جماهيره الجديدة لان احنا في عندنا جماهير جدد في النادي الأهلي مش جماهير تبعت من زمان وعرفة يعني ايه النادي الأهلي لا فيه ناس جماهير جديدة بقت مرتبطة بكرة القدم يعني مرتبطة بانك انت تكسبها فاتعيش في الزيتة لكن مش عارفة خالص ان الكرة مكسب اخسارة اي رياضة في الدنيا مكسب اخسارة البرازيل على ملعبها خسرت امام المانيا 7-0 في كاس العالم 7-0 ما انتهتش البرازيل 7-0 الاهلي خسر 2-1 وكان سيئا جدا في الشروط الاول الشروط تان بقى احسن وجاب جول واخر 6 دقايق كان يمكن ان يتعدل وحكاية وارواية وهو كده بس ما جاتش الان ما فيش مشيئة ما كانش فيه مشيئة الهية ده اللي حصل مش معنى ان الدنيا تحدد يا جماعة خالص حيبقى في دوري والاهلي يوم الحد حيلعب وهم بالخميسة حيلعب وحيطلع عين قوم باللعيبة كده لمدة 6 ايام 6 ماتشات لغاية ما نخلص من الدوري ده واتمنى ان هم ياخدوا راحة بعد كده يا رب ان شاء الله اخيرا استاذ حمد لو حيك حباب توجه كلمة لجمهور النادي الاهلي في ظل هذه الظروف وخسارة النادي الاهلي لبطولة كأس مصر انا اعتقد ان جمهور الاهلي يجب ان تتسم بما ينبغي ان تتسم به من وعي الوعي مهم جدا النعي ما يدور حولنا عظمة الاهلي تثير احقاد الكثيرين جدا سواء الذين يعلنون انهم مثارون وغاضبون وحاقدون او الذين لا يعلنون فعليكم ان تكونوا سندا كما تبوتتم الاهلي دوما الاهلي خسر 5 صفر ساعة ما انا احتديت في معارضتي لانك انت بدأت تتهاجم لعيدة الاهلي هم نفسهم اللي ملقوا الاستاذ فهم بوارات عودة احتمالات العودة فيها صفر والاهلي كسب نفس الفريق واحد صفر لانهم ما راح يلعبوا الماتش الاولاني اللي خسر 5 في 5 كان ما عندوش احتياطي تمام انا بشكر حضرتك جدا استاذ حامد على وجودك معنا والحياة دايما بنستمتع بكلامك واسلوبك الراقي الحقي في التعامل وفي الكلام وفي كل شيء فانا بشكرك جدا على تواجدك معنا النهاردة في ظل هذا الظرف الصعب اللي ان شاء الله هيعدي باقدام لاعبين خلال الفترة القادمة انا فقط اعتدر لانه قد اكون قد انفعلت الزيادة عن اللزوم فيعني خرجت مني جملة ما كانش يجب انها تخرج لكن انا لا انفعل بهذا الشكل الا عندما ارى الاهلي مظلوما الاهلي؟ مظلوما انا بشكرك جدا استاذ حامد على وجودك معنا انا اللي بشكرك جزيلا شكرا جزيلا للأستاذ حامد عز الدين الحقيقة دايما استاذ حامد لما يبقى معنا بنسمع منه كلام مهم جدا 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 فيما هو قادم خلي بالحضراتكم الفترة القادمة فترة صعبة جدا 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 من وجهة نظري الفترة القادمة مش موجة نظري بس موجة نظر كل من يحب النادي الأهلي أن الفترة القادمة لا تحتاج إلا للدعم والمساندة مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف وما تقلقوش صدقوني أنا في حاجات مش قادرة أقولها لكن في كل حاجة في وقتها هتلاقوا سواء المركز الإعلامي أو مجلة الأهلي أو قناة الأهلي هيتكلم ويعلن إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة وده هتشوفوه بشكل واضح من خلال القنوات الرسمية للنادي الأهلي هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري هيكونوا معايا على الهواء مباشرة أيضا لشان نتكلم شوية عن هزيمة النادي الأهلي وإيه اللي حصل ببارح ومن وجهة نظرهم لماذا لعب النادي الأهلي هذا الشوت السيء جدا الشوت الأول وإيه اللي حصل في الشوت الثاني وكلام مهم جدا عن هذه الأمور وبعد الفاصل الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خليني أرحب بديو في هذه الفقرة أستاذ جمال الزهيري أهلا بك كابتن أستاذ محمود كابتن أستاذ محمود كله تمام أستاذ جمال خليني أبدأ مع حضرتك كيف ترى حالة الغضب والحزن من جانب جماهير النادي الأهلي خصوصا بعض الخسارة أمس من نادي الزمالك وكأس مصر طبعا وضع طبيعي أنه يبقى فيه حزن ده أمر مفيش جدال فيه يعني والحقيقة أنه عدد كبير من الجماهير اللي زعلانا أو اللي غضبانا ده نابع من زعلهم لأن فعلا الأهلي معود جماهيره على البطولات نعم ومعودهم على الفوز في المباريات وفي المواعيد المهمة فده طبيعي جدا الناس تزعل بس لازم برضو كابتن إسلام نفكر الناس بحاجة أن هي دورة الحياة عموما في الرياضة أو في غيرها في حياتك اليومين أيوة فيها يعني صعود حتى على مدار تاريخ الدوري أو كأس مصر حتشوف أن النادي الآلي رغم البطولات الكتيرة اللي هو واخدها يعني اللي هي ما فيش أي حد مقترب منها كعدد وكده إنما دورة الحياة بتقول أنه حتى لو أنت وصلت للقمة وحصلت على بطولات على مدار خمس ست سنين وارا بعد لابد أنه بيحصل مش عايزة أقول عليها كابوة عشان بس ده طبيعي الكيرف ممكن ينزل لسبب أو لآخر ممكن بأسباب اللعيبة ممكن بأسباب جهاز فني جديد فيه متغيرات كتيرة جدا في منظومة الكرة وبالتالي أنا ما أقدرش قالوا من الناس الناس علانة ده هو وضع طبيعي جدا لأنه زي ما كان نيجي نتكلم مع حد برة يقولك أنتو غلطانين أنتو كنتوا عاوزين من مسيماني يفضل يكسب كل البطولات ما هو طبيعي وانت بتتعاقد كإدارة إدارة النادي الأهلي مثلا لما بتتعاقد مع مدير فني أو بتجيب لحيبة من الأندية الأخرى أو الدول الأخرى بتجيبهم عشان يحقق كل البطولات التارجت يعني هو التارجت بتاعك إيه أن أنت تكسب كل البطولات اللي أنت بتشارك فيها وأعتقد حتى الفرق اللي هي مش بتنافس على البطولات بتبقى حطها في دماغها أو نفسها زي مثلا ما حصل طلاقع الجيش مثلا خد كاس مصر مثلا مش كان كاس ولا كان السوبر السوبر هل مش من ضمن مخططات وأفكار طلاقع الجيش أنه هو يكسب بطولات طبعا مية في المية يعني ما حدش بيجيب مدرب ولا بيقود منظومة كروية أو رياضية بيجيب عشان يخسر فالشيء الطبيعي جدا أنه بيلعب للمكسب يعني دي ما هيش عجب يعني أو حاجة غريبة نرجع بس للنقطة اللي هي الجوهرية جدا مسألة أنه في لما تيجي تاريخ الدوري المصري يا سيد محمود من 48 النادي الأهلي مثلا كسب وراء بعض 9 مرات 9 بطولات دوري متصلة وهكذا في كل العقود نعم كل عقد كده ببص لأي الأهلي يكسب 5-6 بطولات سبعة ولازم يحصل داون أو هبوط في مرء في سنة أو في سنتين نعم اللي هي الدورة الطبيعية جدا للحياة يعني لأنه ما فيش حد يفضل في القمة على طول ولذلك أنا بقول لحضرتك بعضهم فعلا الجماهير لأن الجماهير هي الترمومتر اللي الناس كلها بتشتغل عشانه على فكرة يا سيد جمال الناس مش زعلانة على خسارة اللقب بقدر ما زعلانة على أداء الفريق سوء الأداء مضبوط ماشي ماشي خسرت اللقب باية طبيعي جدا ماشي يعني أحيانا يا سيد محمود كان بيبقى الأهلي أداءه مش حلو بس طالما بتاخد البطولة دا على الأقل بيهدي شوية من قلق الناس ومن هما متضايقين نعم ليه يقول لك أنا أهم حاجة عندي ودايما إحنا كنا بنفخر بحاجة مهمة قوي إن الأهلي في أقل حالاته بيقدر إنه هو يحافظ على زي ما كنت بنقولها دايما أو أنا شخصيا مختنع بيها إنه في حد أدنى من الهبوط اللي هو إيه الحد الأدنى من الهبوط دا إن أنا حتى لو خسرت بطولة لا البطولة اللي بعدها باخدها الماتش النهاردة خسرته اللي بعده وبكسبه معاك بقى أستاذ محمود في حاجة مهمة كمان اللي هي النزع لنا أكتر على الروح اللي بيقدل بيها لعيبة الأهلي أو مش هقول كلهم هقول بعض ما فيه جديدة يا رئيس في حاجة جديدة من الحاجات الجديدة على تيم الأهلي في الفترة دي إنه يخسر ماتشين وربعة أيوة طبعا يعني خليبك دي غريبة صح ما تجدش ضمن الأرقام لا لا أنا بكلمك وخسرت الماتشين بأداء غير مقنع وكأن الفريق لم يأتي يعني أعزوك الحاجة أنت كراجل يعني ربنا أديك الصحة بتبقى راصد على فترات كبيرة المنافسين بيشوفوا عاملين إزاي بيعملوا إزاي لو بتبقى المواجهات بتوعوا تفتكر من الحاجات يا جماعة في مرة لعب الأهلي والزمالك مباراة في دور التامانية لكاس مصر وكان وقتها كابتن حسين بادن المدير فني وعمل الأهلي شوت في قمة الرعب كان مفروض ينتهي بستة سبعة تمانية تسعة من جملة الفرص ماشي أقل ماتش انتهى ثلاثة واحد لصالح الأهلي لكن الشوت التاني كان الأداء مختلف بالنسبة لنات زمالك فيها يعني إيه نفس الشكل أنت الشوت الأولاني ما تعرفش إيه المجمل الأسباب لكن مسألة إنه يبقى عندك هبوط الطرار للفريق ده أمر طبيعي جدا في الكورة والناس لازم تبقى فهمة جيل يا جماعة والشباب والإنفعال والحماس وكل الكلام ده وغيرتك على فريقك لكن ما توصلش مش هينفع تطالب هدم المعبد على الجميع أو هدم البيت على الكل عشان قصرت بطولة ده تبقى تبقاش رياضة ما دي برضو مش من الزواب ما هياش الحمد لله من ثوابت النادي الآخر ما هو تغير هنا الجمهور كله تغير على المستوى يا أستاذ جمال الجمهور برضو تفكيره في الظل اللي انت شايفه الكلام كلام التجريح يعني كلام صعب جدا انت تخيل ان كنت حط نفسك مكان اللعيب وحط نفسك مكان الإدارة وحط نفسك مكان وحد بقول عليك الكلام ده هيبقى رد فعلك عامل ايه يا جماعة عاوز اقول حاجة انه تبقى يعني حقب كده مختلفة بتيجي عشر سنين بتاخد فيها بطولات ويحصل عندك في سنتين ممكن دروب نتجي انك انت وصلت لقمة زي ما زي ما الكرة المصرية عملت كده لما كان الآلف يتواهجه في أفريقيا وطلعة دولة أبطال أفريقيا وجيل ما يتكررش مع بعض المحترفين شوف منتخب مصر ووصل راح فين وبعد كده يأتي بعد كده تلات بطولات معرفش تهجل لكس الأمة وده كان أمر متوقع لانه انه ايه يا كابتن السلام انت ما عديتش الفرصة والبديل الصف التاني كان المفروض وانت ماشي في آخر بطولة بتقدم تشكيل لحنا أحسن من الألمان ولا أفضل منهم في الكرة ده الناس خسروا كاس العالم فالفيروس 6 على ملعبهم وروحوا في الفين وعشرة مش عاربت موصلش أو طيل عمو بكيرات فأجيوك في الفين واربعتاشر بايه فأجيوك في الفين واربعتاشر بنقل مختلف فريق بيغلب صحرت الكرة في العالم سابعة واحد في المباراة أصلا كان مفروض تنتيه باربعتاشر واحد ولا خمستاشر واحد ده لعب في شود التاني كده على الواف ليه بقى هو حس فبص افتكر جدد عمل أكاديميات تبع اتحاد الكرة طلع عجيال يعني عزوا لي يا جماعة انت ما زلت حتى الآن عندك في الموسم لو يعني انت بتفكر وتقف مع نفسك مسابة الدولة لم تنتهي عندك بطولة كاس الموسم الجديد عندك بطولة سوبر على القديم بطولة سوبر على الجديد أربع بطولات في شهر أربع بطولات فالوضع هل دلوقتي المطلوب انه كله يععد يعني مثلا الانتقاد الانتقاد هدفه ايه يا اما انتقاد ان انا بقوم وبلفت النظر بوجه بقول يا جماعة في عندنا مشكلة واحد اتنين ثلاثة مفروض نحن نصلحها ولا الانتقاد ان انا اهدم فآنان من البتاع وبس اخبار غير غير صحيحة على الاطلاق وقول كلام غير منطقي عشان يرضي غروري ويرضي رغباتي واننا جايب اكتائها وان المنظر خلاص جماعة والمصب خلاص وانتهى وخلاص بجماعة دولة من شهرين ثلاثة كانوا مكسرين الدنيا بسم الله ما شاء الله كانوا وصلين فينا لأفريقيا وحصل في اخطاء في اخطاء محدش اختلف لكن خلاص راحوا جابوا الصوبر راحوا جابوا ثالث العالم كانوا كأبطال العالم في المغرب كازر الشيف كانوا كأبطال أفريقيا نهد المعبد لا لا المفروض يعني لعشان بعض من موجهة نظر يعني بعض من لا يشجع الاهل الحقيقة على السوشال ميديا تحديدا يعني حتى دلوقتي بيقول لك انتو طلعين بتطبله وانتو طلعين بتعمله وحرام عليكم الكلام اللي انتو بتقولوه ومش عارف ايه لا المفروض ان احنا نطلع نشتم نشتم مش ننتقد يعني ايه في فرق كبير جدا ناس عايزنا نطلع نقول او البعض يعني طبعا هو مش الناس كلها يعني زي ما البعض بيشوف ان لا بالعكس زي ما السيد الحمود بيقول زي ما حضرتك بتقول من الفترة القادمة هي فترة صعبة جد في شهرين اربع بطولات لا خلص نخسر الاربع بطولات طبعا فقر حضرتك بحالة فضل نادي الاهلي بعد السيطرة على الدوري سبع سنوات بالمدربين الالمان والانجليزي ألن هارس وختمها بالكاس في الفين في الفين واحد تعاقد الاهلي اول مرة يعني نتاجه نحو المدارسة بلوتغالية وعمل نقلة مهمة جدا بردو لانه جيل كان مكسر الدنيا وحسام حسن وابراهيم حسن وكابتن شوبير يعني ايه خد انت بقى من الاسماء العظيم وكلم الفترة دي بعد كده جيت جبت منول وجبت مجموعة من منتخب الشباب والأفضل لعيبة وخسرت الدولة في مباراة تعادل ولكن استردت بطولة أفريقيا صح الفين واحد بعد 14 سنة نا ومنون جزيه وقتها كان قلة الخبرة اللي عنده كل شوية ملعب سبعين ثلاثة ولكن عوزبش مش عاجبنوا الوضع وقتها كابتن صالح سنة معجبوش الوضع عشان كبس ناس تبفهم جماعة كابتن صالح سنة معجبوش التصرف كل شوية مدرب ولكن عوزبش مش يمان جيل نادلاء لتعقد مع من مع ابو مفرير مفرير وعامل الأهلي موسم السسنائي في 2002 و2003 انه الأول مرة يفوز بكل مبارات وخارج ملعبه في الدوري نعم وخسر المسابقة في حاجة غريبة جدا وتصرفات غير يعني عاوز أقول لك على حاجة لها لي خسر من قبل ملعب من ماتش اللعيب احتفرت بالفوز بالدوري وكان محتاجين يعني مش عاوز أقول لك يعني التعادل مش في المبارات وفاز زمالك به في مبارات الإسماعيل بعد كده بومفرير مش جبنا بقى مدرب سرطو وخسر مباراتين في الدورة العربية والبطولة العربية زي ما انت شفت وقتها تصرفات بعد اللاعبين وخاد النادي الأهلي قرارات مهمة جدا وقتها دلقى تونس كابتن حسن حمدي وقتها قرار بإبراهيم سعيد وعندك أحمد صلاح حسني وعندك رمي سعيد تم إيه إبعادهم عن الفريق وتم التفكير فيه في بداية البحث عن العناصر المميزة وتم إعادة مانوول جزي وبدأ من هنا الأهلي طيب لما رجع مانوول جزي يا جماعة كانت الدنيا وردي بالعكس خرجنا من دور أبطال أفريقيا قدام الهلال السوداني ولعبت بالكابتن ونالجوم عليه رأس حار ونالجوم عليه لكن كان نتيجة المحاصلة يا كابتن انك انت بعدين حطيت رجلك على الطريق الصحيح هو الجمهور كان واعي وفاهم أعلى أجواء مختلفة هذا الوقت يقول السوشال هودي بقى شارس بطاردك في كل مكان واللعيبة دولبة بنادمين ما بيفتح الموبايل وبيشوفه بيسمع طبعا ولذلك أنا لو أنا يعني عاوزوا لو في قدرة أنه الناس دي ما تشوفش مش هتقدر تمنح لأنه مش هتقدر تمنح لكن هاوزوا يا جماعة هل المطالب عشان أرضي ترضي غرورك أو أنت مداء وخسرت من الزمالك على أهل أنت خسرت برضو من الزمالك مزمم نفس التقليد بتاعك وله كل الاحترام مش اختلاف وهو لما قال أنا نفست على الأهل خط البطولة من مين خط البطولة من الأهل وده يرد على كلامي يا جماعة عن الناس اللي بتقول سمعنا شوية حاجات طلعت للمطنة في كل شيء بتطعنين شوية عبارات غريبة مش فهمينها يقول لك الدور المصري أضعف دوري زي دوري جيبوتي ودوري وأسأل فيه فقال الكلام ده طب لما أنت تجي تاخده يبقى أجمل دوري في العالم ومكسر الدنيا ولما يجي الأهل يفوز بيه وسيطر تطلع تطلع في العيوب لما تفوز بكاس مصر أسو كاس مصر وقرع الموجهة لما تجي تاخده يبقى أجمل كاس في الدنيا يعني عاوزين نفهم يا جماعة يعني هل ده من المنطق ولا من الإعلام ولا إيه الهدف يعني بتسخف في البطول لما تخدنا أنت تبقى أعظم حاجة في الدنيا ولما المنافس اللي هو متميز فيها يحتفظ بيه أو يحفظ عليها يبقى بطولة سيئة يعني مثلا برامنق لما يحتفظ بالدوري الألماني تسع برات نقول عليه يطلع العلامي الألماني يقول ده أضعف دوري في الدنيا وعشان والفيفا قالت في تقريم عاوزين نشوف تقريم والفيفا اللي بتطلع في حاجات احنا بنشوفها لازم تاخده والناس تاخد بالها من حاجة اللي حصل مع المسلماني في الفترة الفاتت مع بيتسو والحملة اللي بدأت عليه من يوم ما جيت ولل نادي الاهل وبدأ المسئولية وفيه عبارات وبسطات المفروض الناس تبص فيها وتقراها وتشوف الناس وقع راحت واستسليمت لكلام غير منطقي يا جماعة المسلماني عمل عاوز أقول ليه التوفيق كان حليفه في العشرين شهر دول عمل اتنين دورة بتالفريقيا اتنين سوبر في حاجات وقت في السك اه في حاجات وقت في السك ما نقدرش نختلفين في حاجات بدأت تخطيف وتقليف الفريق اه في حاجات المشهد اللي احنا شايفين ده اللي تدعيات من السابق طيب هل نجيب دلوقتي نعمل نجيب مسلماني نقوم عليه كلام ما صحش ما ينفعش لانه لازم افتكر الحاجة الحلو لقدمها احنا مطالبين بأمانة شديدة ومطالب جمهور الأهل الواعي اللي بيحب النادي واللعيبة نفسهم لازم مش عاوز اقول يا جماعة مش تعودة مع نفسكم لا ده انتوا لازم تحاسب نفسكم على اللي بيحصل لا الاهل ما يستحقش كده والجمهور ده زعلان من حقه يزعل من حقه ويعمل عاجل بس عاوز اقول يا جماعة لأ لو احنا ظلنا في هذا الطريق النهاية هتكون مؤلمة ما تتوقعوش لا يابد من تكاتف لا يابد من مسندة لا يابد من تدعيم في الملعب بأي شكل لا يابد من اللاعبة تحس انه في حد حميها وهم نفسهم لازم يحسسوا الجمهور انهم بموقع نفسهم في الملعب وإذا النتيجة هتبقى مشكلة كبيرة كابتن اسلام نعم مظبوط كلام حلالك مظبوط يا استاذ محمود لكن يعني لم يتبقى استاذ جمال اللاعبين خلال هذه الفترة إلا القتال على كل مباراة قادمة مهما كانت بقى الظروف ومهما كانت الأمور ومهما كانت تعب آه عارفين انهم تعبنين عارفين انهم لعبين تقريبا على الاقل 150 مباراة بين دولي وافريقي ومحلي في خلال السنتين الأخيرتين ولكن في النهاية خلاص يعني محدش عايز يشوف الموسم ده موسم بدون بطولات طبعا لا وده مش هيحصل على فكرة مش هيحصل انه هيبقى موسم بلا بطولات يعني بس هي الفكرة ايه حتى الحاجة اللي بترد على موضوع الاجهاد والاراق ان النادي الآلي مبارح في مبارات زمالك في النهاية كاس مصر الشوت التاني لعبه يعني افضل واداءهم كان افضل من اداء الشوت الاول فهي مش قصة هو قصة انه بداية الشوت الاول كانت بداية فيها توهان جامد جدا بلا مبرر يعني انا مش مقتنع انا مش مقتنع انت لديت المنافس الفرصة انا مش مقتنع بأي مغادرات تغير في المراكز جوه الملعب بما يضمن لك ان انت حسن انتشار في الملعب بحيث يبقى فيه نظام خبير الكرة مش مجرد ناس بتنزل ترمي الكرة وتجري مظبوط مهو فيه مهام لكل لاعب ولكل خط الواضح طبعا انه وده غير معتاد فيه اداء النادي الآلي خالص الارتباك اللي فيه الخط الدفاعي الخط الخالفي ده غير معتاد النهاردة يعني حتى مع الاعتراف بكفاءة احمد سيد زيزو واشرب بن شارقي والتونسي تاني في الدين الجزيري لكن انت اديتهم هذه الفرصة وشاءت الظروف بقى او الحزم انا بكتسامع برضو بسيس حمد بيكلمك على عنصر التوفيق وعدم التوفيق عدم التوفيق اللي صاحب خروج محمد الشناوي وده برضو انا مش عايز نضغط على محمد الشناوي قوي لان حالة الخط الخلفي وانا قلت ده اكتر من مرة مأثرة على الشناوي نفسه حالة الفري بشكل عام الحقيقة معنى انه يحصل مثل هذه الاخطاء ده وارد في كرة القدم وبدليل انه مفيش فريق بيفضل كده على طول انت اسازا ما انت كنت اقوى فريق في القرى هل الاخطاء دي كانت موجودة لا ما كانتش موجودة هما نفس اللعيبة لانه ما كانش فيه نفس الاجهاد وما كانش فيه بالضبط نفس الاجهاد والقرار على فكرة هلقوا برر يا أستاذ جمال والله هادي حقيقة وده مش معنات برر اللاعبين ده دليل دليل ان احنا مش بنبرر ايه ان احنا بنقول ان فيه عيوب محدش يقدر ينكر ده نعم ومجلس ادارة النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء المجلس ولجنة التخطيط وشركة الكورة كل الناس دي شايفة وحسة بالمشاكل اكتر مننا مصبوط يعني مية في المية طبعا وبرضو اخد من كلامك انه انت مش هتقدر تغير ده كله لغاية 30 ثمانية ايوة يعني يعني شيء طبيعي انه بيتم دراسة هذه الزواهر وهذه الاخطاء اللي موجودة وانا بشوف انه مجلس الادارة مش هيخلي حد لا يليق ان هو يبقى موجود لازم هيحصل تغيير ده مية في المية مش بقى نحنا بنقول ان اللاعب هيغيره دلوقتي ايوة يعني تنسى لسه المسلمين طاعت اصلا هي متنظمة في انتقالات صيفية وانتقالات شتوية مش هتقدر تغير كل اللي انت عايزه النهاردة ولذلك الناس اللي بتقول رأيها اهلا بيهم لما يكون رأيهم رأي موضوعي ونابع برضو من حب للفريق طبعا لان فيه ناس على فكرة بتمشي طيارات كده واتجاهات انا بقى بقاعد بتفرج على السوشيال ميديا انا غاوي يعود اشوف الدنيا طبعا اه فبشوف بلاقي الناس شغالة طواحين في حاجات معينة هو عاوز يمشي فكرة معينة عاوز يهز الاستقرار واحد يقولك مش عارف مجلس الادارة يعمل ايه والتاني يقولك يا جماعة الناس اللي بتدير مية في المية مش عجبهم الوضع طبعا هو فيه مجلس ادارة هيعجبه ان انت تخسر ابدا وبعدين انت اللي مطلوب منك حاليا ان انت تعيد التركيز مرة اخرى وتنتبه جدا لان عندك الدوري اول حاجة ما تخسرش عشان تحتفظ بفرصتك في المنافسة على درع الدوري دي اهم حاجة النهاردة ولذلك ده محتاج تركيز جامل جدا مش هنزلم برضو المدير الفني الجديد لانه جه على معركة مباريات متلاحقة ورا بعضها فاحنا بنقول يعني انه اكيد الاصلاح قادم وبيتم وعايز اقول انه برضو من حسن الحظ ان الازمة دي ما بقلاش اربع سنين يعني يعني الاهلي ما بقلوش اربع سنين يا كابتن اسلام الاهلي ما بقلوش اربع سنين غايب عن البطولات مثلا ده انت لو بصيت من شهر ولا شهرين الناس كلها كنت بتحكي وتتحكى على ايه على البطولات اللي بياخدها النادي الاهل فزي ما قال برضو زي ما قلت انت محمود انه مسماني له ما له وعليه ما طبعا طبعا او مفيش مدارف بالزبط الراجل مدارف تاريخي وكل حاجة بالزبط خبط لاجة كثيرة جدرة لكن له وله اخطاء طبعا من هو الجزء نفسه له اخطاء بالزبط والاخطاء طبعا اخطاء مش عزك طبعا بالزبط فاحنا ناخد من هذه الدروس ونستفيد منها وده وضع طبيعي وبرضو انا بأكد ان زاكرة الجماهير لازم تتنعنش كده وتفتكر ان الغاية قريب قوي هذا الفريق هو اللي واقف وهو اللي كانوا بيقتلوا اللعيبة اللي احنا كنا بي كلهم كانوا بيشيدوا بالروح القتالية للعيبة اللي هم مفروض يستردوها خلال الفترة القادمة سيد محمود هل من المفترض في مثل هذا التوقيت على اعلام النادي الاهلي مش بتكلم على القناة لكن انا بتكلم على اعلام النادي الاهلي هل من المفترض في هذا التوقيت ان انا كاعلام النادي الاهلي مش اسلام انا بتكلم على المركز الاعلامي والمجلة والقناة كل الوسائل كل وسائل الخاصة بالنادي الاهلي هل من المفترض ان احنا نطلع ننتقد اداء اللاعبين وننتقد كذا وننتقد كذا ولا نقول حقائق ونستفكر فيها لا طبعا والانتقاد ده في جانبين في جانب اللي احنا قلنا انت عاوز تهدم وتهد فهتقول كلام سلبي وفيه نقد انك انت بتتكلم تقيم المشهد وتعمل تساؤلات فمش حايف عن غرد الوقت اذا كان هناك تغيير فمش حايف عن غرد الوقت مش حايف تغير ما انت ايه لما تيجي تبص على المشهد كده هتقيم وهتقول ايه الحاجات اللي ممكن انت وتفاجأ انا لما اجي هنقد لازم طيب انا لو شايف نفسي ان انا مكسر الدنيا في النقد فهنقد اديك ايجاب وودي لك الحلول كمان لكن انا انت تعمل كذا كذا منفرد خدت بالك انت اصرت في الجزئية دي لكن هو الاعلام الاهلاوي لابد انه يحمل مشهد اللي بتشاف لانه لو تركت الامور واصبح الفريق صيد سهل انت كده بتهد الدنيا لابد انه النهاردة هناك من يتلبس او يلبس شعار الاهل وهو ليس باهلاوي هناك فيه مشهد برتبك الناس بتنخدع به بايه انا اعمل لك كونت احط لك شعار النادي الاهلي وقول لك يلا بنا نهاجم النهاردة الحفل النهاردة على سين وعلى صاد ونعمل ونقلل ونقول كلام ما نهوش معنى ده الاعلام النادي الاهلي طول عمري يعني اعلام منضبط برضو بتحكمه قواعد وبيعرفش يخرج على نص بالصور المطوبة لو خرج على نص بفيه حساب وفيه مواقف ولو فرطت منه حاجة بيتحاسبه الفترة دي محتاجة تكاتف من الجميع نعم انك انت هي عاوز تعدي وتقوم الفرقة يا جماعة حط اي قعدة فرقة في العالم اي فرقة في العالم تخسر بل برشونة يعملين مخدش حاجة مثلا في السيزب بتاعه يعني يفل يروح مثلا ويمشو لا يا جماعة طبيعي جدا انت كنت وفي الناس قد تكون بتطالب يتم تغيير الاخطاء بمعنى هيتم طبعا اكيد بعد اذنك اكيد ده ما انا عايز اللي انا عايز اقوله برضو انه يعني مجلس الادارة او المختصين بادارة النادي الاهلي وادارة الكرة في النادي الاهلي اكيد الوضع ده بيزعجهم جدا اكتر من اي حد بقى اللي هو ايه يعني يعني مش عايزين نقول ان هناك البعض بيداعي ان هو اهلاوي اكتر من الاهلاوي اكتر من مجلس ادارة النادي مش منطقي برضو ما تجيش تقولي مثلا ان اي حد بيكتب على الكيبورد بيخاف عن النادي اكتر من المجلس ايه هو مجلس الادارة ايه مش عايز الفرقة تفضل تكسب نا طبعا من جميع النواح يا كابتن من ناحية البطولات ايه طبعا حتى في اللحظات اللي انت في المشد اللي انت شايفه ده برضو جمهول الاهلي واعي جدا والناس القائمين على الامر برضو دي بتبقى زي نوع من الفلترة برضو بتبقيلك من اللي واقف ومن اللي بيسند ومن اللي بيشاف الظروف مش مناسبة فاطلع اتكلم واجرح وانول واتطاول واشوف ناس ان انا ايه عاوز انتصر على المشهد واقول الناس دي غلطت وعملت وابدأ افتح في مجالات مش اللي بيحصل اللي بيقولي الكلام ده اموجة نظري مش اهلوية بعمل اعمل حق انتقت بس اختار التوقيت المناسب للنقط ولو حد قلت حاجة وما حدش خد باله منها وحاجة صح الا اعتقد لا بيتاخد باله منها وبيتسمع وبالحاجات بتتحط تحتها خطوط وبتشاف في حاجات وقت منك وانت ماشي اه في حاجات وقت منك وانت ماشي فلت الكور انا وفي معلومة بس صغيرة بمناسبة انت قلتها برضو انه فين النادي اللي في العالم كله واخد كل البطولات مفيش هل فيه نادي على مستوى بس هي الناس عارفة على فكرة هي وجمولة اللي 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 حسن النية بيبقى ايه عارف الكلام ده كويس جدا واللي بيحب النادي من قلبه عارف الكلام ده كويس جدا ولكن فيه نفس الوقت هو عايز تغيير مش مش شايف تغيير بيحصل لا هو من حقه يزعم احنا اقرينا ودي نمرت واحد عشان بس ان نبقى احنا متفقين عليها والناس اللي بتسمعنا تبقى مقتنعة باننا مش زي ما بعض الناس بيقولك ده بيطبلوا احنا ما بنطبلش احنا هنطبل على واقع موجود انت بتتكلم على واقع بتعترف بيه اولا ان هناك اخطاء غلط هل ده تطبيل لا هل بتعترف ان هناك بعض اللاعبين ليسوا بالمستوى اللي كانوا قبل كده هل ده تطبيل ما عايز بس حد يردع فينا هل ده تطبيل بنعترف ان مجلس ادارة النادي بيدرس الموقف وبيحضر لتغيير هيطلع يقولك يعني هيطلع يقولك ان انا هعمل ايه مثلا هل يطلع بميكروفون ويقول انا اجيب فلان وفلان 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 ومشي فلان يعني فلان وفلان في هذا التوقيت هل ده تطبيل وهكذا فيه امور كثيرة جدا لا يجب او لا يصح ومسا كابتل اسلام عاوز اقولك على حاجة كابتل اسلام انت في المشهد ده المرتبك الحالي فيه حاجات بتصارلك بتقولك انك انت اخد بالك انا من وجهة نظري كان المفروض يبقى في الحسبان يعني في تغطير ادارة الكرة ان يبقى عندك الفريق اللي تحت الفريق الاول عنده جهاز فني صاحب خبرة يعني جهاز فني من مدير فني ومدرب عام ومدرب وبتشكيلة كان يبقى عندك عناصرك ليه لانك انت في الفترة اللي انت بتمر بيا دي كنت محتاج محتاج انك انت الوجود الشباب اللي دول يبقوا جاهزين في اي وقت ليه بقى كان انت ريحت يعني انت كنت ريحت وخدت عنصرين تلاتة اربعة دي من الحاجات الفكرة دي كانت اتقالت قبل كده ايام يعني في التسعينات ايام الالمان الالمان كانوا اسادزة كان دايما مع اختلاف الوضع في الموسم من حال انه كنت كل تلاتة يام مباراة لكن كان دايما في الاسبوع فيه ماتش واثنين ودي بجيب عناصر الشباب الميزين وناسة اللي بتلعاوش بتلعب تبقى جاهز عالا بلعبه قبل الفريق الاول بلعبه قبل التمرينة الفريق الاول هو يتفرج المدير الفريق كان هولمان والسوبر وحتى قالنا هارس لما جيه كان بعود يتفرجه لهو الفريق المرتبط وقتها طلعت اسمها فريق الامل فريق الامل وفريق دي بولبي يسمى المرتبط يبقى عندك ايه يبقى عندك العناص ده بد ان الفكرة هتتغير من ناحية انه خلاص وكان ده حاجة مجزرة الاهلة فترة من فترة في مع الكابتن حاس الحملي ربنا دي الصحة قالك وقتها ان احنا لازم نفكر انه ايه يبقى عندنا القطاع قوي عشان اجيب عشان اقلل فارق الاسعار الرهيب في اسعار اللعيب يعني انت لازم تدي اهتمام لقطاع النشئين بصورة ودي اهتمام ودي لمدرب قطاع النشئين ما يكفي من مرتب ان انا اقول له دورك الاساسي عندي مش لك تاخد بطولة دورك الاساسي عندي انك انت تدييني لاعب واتنين في السيط اه طبعا الموهبة انت عندك المفروض ادارة فنية ومدر رياضي ومشرف وعارف الفريق في كاس الرابطة مثلا انت طلعت مجموعة لعبين لعبوا بالفعل وكانوا كويسين كان على طول يا كابتن بوس كان يكمله ايو وبناء على تصريحات حتى ريكاردو سوارش اللي هو بيقول ان مش هيلعب غير اللعب الجاهز كويس؟ يعني بمعنى ان اللاعب ده يجب اتباعه اعتقد في الفترة القادمة اللاعب اللي مش جاهز فنيا وبدنيا وزهنيا لان هو يلعب مش حاجز مكانه لابد من الدفع ببعض ما بقولش كل اللعيبة طبعا ناصر ايوة على ان ثلاثة اربعة عندك بعض اللاعب ثلاثة اربعة في اماكن موجودة اللي هم اثبتوا وجودهم خلال الفترة اللي فات لعبوا واشتركوا وكان شكلهم كويس لو نزلوا ولعبوا واشتركوا حيبقوا افضل بس فهي دي الفكرة يعني انه لابد من اتاحة الفرصة اولا اللاعب الكبار منهم ناس هتريح اللي تعبان اللي مرعق اللي مجهد زينيا اللي كلام ده كله وفي نفس الوقت انت بتعد لعيبة تقدر تعتمد عليهم في الفترة القادمة مضبوط لكن هل منظومة كرة القدم الرياضية في مصر هل لها دور في ما يحدث مع النادي الاهلي بمعنى ان انت مفيش وقت احنا بقنا سنتين احنا بقنا سنتين تقريبا تقريبا انا حالا ما اتذكر يعني تلاتة تقريبا تلات سنين هاخد تصريح قاله ساس حسين لبيب والناس ما وفدش عنده لما قال احنا اتفقنا مع اتحاده الكرة ان احنا نضغط الاهلي عشان يقع عشان نعرف ناخد مصابة الدول وده تصريح في حد ذاته يكشف المشهد اللي انت شايفه كده يكشف مشهد واضح اه طبعا اه تصريح رسمي اتقال على اوه الرجل وقال اللي جواه وقال بحقي هل ناخد من التصريح ده انه مبرر ليك لا لكن انا بتاخد التصريح ده وتوفى عنده عشان تشوف انت ايه ايه اللي تحصل معاك انت يعني ايه انت بتم اعقابك على انك انت مثلا كان عندك جت على فترة لعبت دورة بطلق افريقيا في 8 شهور يعني بطلتين وصوبر وكده فانا انت هتاخد كل حاجة انت بش تازل تاخد كل حاجة مغيرك قاعد برضو عاوز ياخد برضو فانا برضو هعمل لك اللي انت شايفه هحطو لك برضو الترتيبات والجدول والمضبوط وعمل لك الشو ايه وده كان المفروض وقتها كابتو صاحب حبيز عمل تصريح بعد اخسرت درع الدوري وانا ان المفروض لا بد هتعلمنا الدرس انك تتعتمد على نفسك باي وخلي قرارك يا جماعة لازم يكون قرارك من ايه من دماغك ها وبجهدك وبعرقك انك تتبزل تقدل عليك ماشي لا تنتظر البعض يعتقد ولا ينتظر اهلا متنظرش من حد ولا بطلب ساعدة من حكم ولا بطلب ساعدة من حد ونقدر نحكي في التاريخ ده كتير ونقول يا جماعة المفروض فيه واقعة كده عوزة اذكر بها الناس في فترة بردومانو الجزية وانا عملت تقرير على التحكيم وقتها بانه التحكيم لم يجوا من الالف في المباراة للمصري وفعلا كان فيه دربتين جزاء ما تحسبوهش مبرت تعادل دي تيالي اه تعادل لا مبركة كابتل فاروج عفر مدير فني للنادل المصري وقتها ومبركة عنيفة والحكم عمل نفسه مع بركات واحدة واعتقد مع ابو تريك كان نادر كابتل نادر السيد هو الحارس مرمى المصري فانا كتبت تقرير وخدت فيها رأي عضو مجلس دار من الالف وجيت تاني يوم بالكابتل حسن حمد بكلمة قالوا ازايك ايه عامل معمولة عن التحكيم ده بنفس النص ده ممكن نتقابل عشان اقول لك وجهة نظر حاضر فان وكانت المفاجأة بالنسبالي يقول لي ده اكبر خطأ انك تتكلم على التحكيم الاهلي غير منتظر لمساندة من احد المباراة ادقنا بريجين احنا الحكم ما حسبناش دربة جزاء ما حسبناش التانية ما حسبناش التالتة لازم اجيب هناك جول لازم انا اكبره ان انا اسجل الهدف في الوقت مش هيقدر يلغين لكن انا انتظر من الحكم الديني فاول في الملعب قاعد عادة بصيله ماينفعش بس يا سوز بحمود ما لازم في بعض الاوقات ما هو انا ممكن اكسب مباراة بالضربة جزاء لا لا انا بتكلم على الاسراري انت انت بادائك في الملعب دربة جزاء صحيحة مية في المية انا بكلمك اوه ما هي ضربة جزاء واحدة والتانية هو ما تحسبتش انا اصدق هو الراجل وجد نظره بيقول ما تديش المبرر ايو على كام فيها يعني قرارات من بعد الحكام قرارات يعني فيها مفاش ضمير لكن انا عاوز اقول لك اقول الراجل حب يحط ايه حب يحط لا لا ماينفعش احنا نروح لجزئية التحكيم يعني خلي حكم يعمل له عايز بس انت ادائك وثباتك كفير اكبر وشخصيتك انت تخلص المتش اللي انت عايزه ممكن يجي في يوم في عدم توفيق ليك وتجيب دربة جزاء وتضيحها صحيح لكن انت عملت ايه انا مش هزع لما انت تعمل كده خلاص ده نصيب وده توفيق عدم توفيق لكن انا عاوز اقول ايه طول عمر الاهل الفيصل في كل بطولاته وشخصيته بأمانة شديدة يا كابس السلام انا حزين على انه بعض اللاعبين بأمانة اعداءهم في حاجة مش بفهومة يعني يعني انت حتى شوف التصرفات راجع المشهد بتاع الماتش في الشهد الاولاني هتجد تجد انه اللاعب حتى في داخلته مع الكورة الكل برح يعمل ايده وراه يعني مفيش ده انت بتنتظرش روحك فين يعني قتالك على الكورة فين مستني ايه المنافس مش هستناك فانا عاوز اقول انه ايه انه المشهد ده مشهد مهم جدا مشهد يتنقل فيه نقلة ويعود الفريق الى الطريق الصحيح يا اما الناس اللي بتحاول تنال من الفريق بهذا الصورة يكون هدفها ونواياها سيئة جدا هو تحطيم المعنويات والنيل من الفريق واحباط اي محاولة خاصة وانا الموسم لان ينتهي فما زال هناك اربع بطولات حتى الان ربما لو تم الجميع وتحل بالصبر والمسندة ربما يعود التوفيق للفريق ربما بظل الدعم واللعبة يعوده كما كان سابقا الجهاز الفني يعني جانب من التوفيق انه يرجع يعني هو الرجل مش عارف يتنفس ده بلعب الخميس بيجي الجمعة عنده السبت مش عارف يعمل حاجة يعني خليك انت مكان حط نفسك في الحسابات بدليل ايه انه لما خدت اسبوع راحة لما خدت الاسبوع راحة عملت في ماتش كويس بس لازم برضو المدير او الجهاز الفني يتعامل مع هذا الوضع لانه حقيقة مظبوط انت مش تقدر النهاردة الموسم تضغط خلاص انت مضطر انك تلعب كده فلابد من ودي نقطة بها اللي اعتقد انها مهمة اللي هي التعامل مع الازمة دي بايه بانه برضو اللعيبة القايمة بتاعتك فيها لعيبة كتير اللي تعباني رايح ولن تخسر اكتر من اللي بتخسر يعني انت لو جربت وديت فرص لبعض الناس اكيد هتكسبهم مع الوقت يعني انت عندك حسام حسن مثلا ابتدى في الماتشات الاخيرة اللمسة بترجع له يعني الجون اللي هو جابه ده لا ده لو نازل اول ماتش بعد غياب مش هيعملها كده هيقل صح لا بياخد حساسية ما تحصلش غير في الماتشات مصبوط ان هو لازم يكون بيلعب ده خدها خرج الحارس برا اللعبة خالص والمدافع طبعا بس ان هو سند الكرة بسدره ايو ماشي فدي حساسية خاصة بالماتش فمن غيرها ما كانش هيقدر يعمل حاجة ولذلك يجب ان عدد من اللعيبة اللي كانوا محرومين من هذه الفرصة ياخده الفرصة لان انت الفترة الجاية دي ما عندكش بوجهة نظرك يا سوس جمال ان اللي تعبان يريح يا جمال يتم اراحة البعض لازم يريح كابتن لسبب انت لو هو ما رايحش حيرايح بقى زي ما انت بتشوف كده حيبقى اداءه اقل يعني يعني هل يؤقل ان كل برضو في اطار اعترافنا بواقع معين هل يؤقل انه كل الكرات الطولية اللي تلعبت من الزمالك في الشطر الاول بتمثل خطورة ما كانش موجودة على دفاع الاهلي ليه بيبقى انت ودي قلناها قبل كده انت بتندفع لان الموقف بقى صعب عشان تعوض الموقف ده فبالتالي بتنسى حاجة مهمة قوي لان ناحية الدفاعية كما انت النهاردة لو انت مش كسبان على الاقل ده دي الفرق الصغيرة جدا بتعملها لو مش قادر يكسب بيحاول ان هو ميجيش فيه جوان لكن انت تحت الضغوط الجماهيرية والسوشيالية والحاجات دي بتبقى ايه اول ما بيجي فيك جون بتبقى حاسس ان انت الدنيا ضاعت لأ المفروض مشكلة دي على فكرة بتحصل توازن صح يا سنوات المفروض يبقى عندك التوازن حتى لو الهدف اتأخر مايبقوش اتنين مايبقوش تلاتة زي ما حصل في سموحك دي كان بيبقى فيك اتنين وثلاثة وبتعرف ترجع وتتعادل ايو وليه انت بتحتفظ اللي هو برضو اللي احنا بنقول عليه ايه ده انا بقولك ده على حسب معلوماتنا الكراوية العالية او خبراتنا الجامدة في المشاهدة يعني انه انت انت بيبقى لازم يكون عندك التوازن في الاداء واي طريقة لعب واي خطة لعب ما فيهاش ان انت تلعب بطريقة هجومية فتسيب وارا او تلعب بطريقة يعني لازم الربط بتاع الفريق ده يبقى موجود يعني عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي لفترة القادمة على رغم من انها فترة صعبة ولكن ان شاء الله هتعدي زيها زي ما عدت طبعا صعبة كتيرة جدا لكن الافضل هيبقى قادم ان شاء الله انا بشكرا جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا استاذ محمود على وجودكم معنا النهار فاصل وبعد هذا الفاصل الناحية الفنية في مباراة مبارح وكيف استطاع مش كيف استطاع الحياة كيف هزم النادي الاهلي من نادي الزمالك في مباراة امس النجمين الكابيرين الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن هاني رمزي هيكونوا معنا على الهواء مباشرة علشان يشرحوا لحضراتكم ايه اللي حصل في مباراة مبارح والقادم بقى في الناحية الفنية ايه اللي ممكن يحصل فيه بعد هذا الفاصل الكابتن عادل عبدالرحمن والكابتن هاني رمزي في ديافة البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحم باثنين من نجومنا الكبار في عالم كرة القدم ومع النادي الاهلية ومع منتخبنا الوطن نجم الكبير كابتن هاني رمزي إزاي كابتن هاني السلام الخير عليك يا إسلام مرحب بيك أهلا بيك إزاي كابتن أيضا النجم الكبير كابتن عدل عبد الرحمن إزاي كابتن عهلا أهلا بيك الله يخليك كابتن هاني خليني أبدأ مع حضرتك الأول أكيد طبعا نتيجة غير مرضية اللي احنا شفناها مبارح خصوصا الناد الأهلي ما أعتدش على الخسائر في المباريات النهائية وفي البطولات من وجهة نظرك احنا ليه لعبنا بالشكل ده في الشوت الأول يعني يبقى غير برضو من غير يعني الواقع انك تقيم شوت يعني انت بنتقيمش شوت اعتقد ان احنا بنمر بمرحلة صعبة كلنا عارفين دوت وجمال الناد الأهلي عارفة ده اعتقاد الشخصي ان ممكن نقول أعذار كتيرة جدا جدا ممكن نطلع بأسباب كتيرة جدا جدا وده لازم يتقال يعني يوم ما بننتقد العيب لازم ننتقده بشكل بشكل واضح وصريح ولكن كمان لازم نقول الأسباب في اعتقاد الشخصي انا كنت حزين جدا على أداء اللعيب وحزين جدا على الحتة اللي يمكن مفقودة شوية وانت تكلمت عليها ومعظم إعلامين تكلموا عليها الآخر عشر دهائق من كل مباراة في الناد اللعيبة مش مباردية بس المباراة كمان اللي قبليها افتقدوا عنصر مهم جدا 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 واتكلم عنصر مهم جدا في قرط القادم عنصر الإرادة والرغبة والروح القتالية احنا دايما كنا بنتسم بالجزئية دي وحتى من خلال وجودنا في النادي وعايز اقول ان الجزئية دي موجودة في الاندية الكبيرة يعني تتفرج على ليفر بول المان سيتي تتفرج على الاندية الكبيرة لازم يكون عندها هذا العنصر المهم جدا جدا اللي بيكمل أجزاء كتيرة زي يعني لو عندك جزء التكتيكي مش مكتمل لو عندك الجزء البدني مش مكتمل لا بتيجي الجزئية دي اللي سموها second spirit الروح التانية الروح التانية دي كانت مميزة للنادي الاهلي وروح الفنيلة الحمراء ما بين قسين دي اللعيبة افتقادتها وانا بلوم اللعيبة على الجزئية دي لا فيه لعيبة فعلا تحس انها بتنسى انها بتلعب للنادي الاهلي الأداء في الملعب لازم بيكون فيه تفويق ولازم لازم اللعيب يحس انه بيلعب لنادي كبير زي النادي الاهلي ما ينفعش في كل الأحوال انك تغلط هذي الأخطاء السازجة في مباريات كبيرة زي مبارات نهائي كاس امام نادي كبير زي نادي الزمالك فغير مقبول ان فيه أخطاء زي دي تحصل من لعيبة من المفترض انها لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا جدا ده اللي مزعل الواحد أخطاء السازجة جدا يتدخل المنافس المنباراة بشكل انت مش متخيله وردت الفعل بتاعتك مش ردت فعل لعيبة النادي الاهلي احنا متعودين ردود الأفعال بتبقى أقوى من كده بكتير جدا السرعة والأداء والروح القتلية والتاكلينج والحاجات دي كلها بتدي ملامح اللي يشوف مبارح المباراة النادي الزمالك هو اللي عنده الحتة دي تاكلينج من أول دقيقة بانذارين لنادي الزمالك مفيش مشكلة انذارين لكن ممكن بيدي رسال لعيبة النادي الاهلي ان احنا الأخوة ونحنا مش متعودين على ده مش متعودين على ده فلازم كان رد الفعل لا ده رد الفعل لازم يكون سريع جدا وانك تخش للمباراة ساعات المباراة إسلام وانت كنت لعيب كورة وعادل كان لعيب كورة لما بتنزل وتلاقي المنافس بتاعك وانا كنت سردباك لو لقيت رأس الحربة راح تقايز فيها مرة واحدة حتى لو مش فايق شوية وانش مركز لا ده انا هجز على سنين ما بالك انت شاي الفانيلا تقيلة جدا جدا فانيلا تنادي الاهلي فانا انا زعلان جدا من اللعيبة بصراحة وحقول اسباب يعني كل ده وحقول اه تلاحم مواسم وعندك لعيبة لعبة اكتر من خمسة وستين سبعين مباراة في مفيش راحات كل ده كل ده نتكلم فيه لكن احنا زعلانين من اداء اللعيبة من بعض اللعيبة اللي نسيت انها بتلعب للنادي الاهلي ما بين كسين كده نسيت ديت لازم يحط تحتها مليون خط احمر اللعيبة دي عمرك ما تنسى انك بتلعب لنادي كبير زي النادي الاهلي عمرك ما تنسى حتى ان البطولات بتاخدك واحنا عندنا انجازات كبيرة جدا جدا خلال السنتين اللي فاتوا لكن ده ما ينسكش انك بتلعب للنادي الاهلي وانك بتلعب وراك جماهير بالملايين مش عايزك تفوز بس عايزك تفوز وتبين ان اللي انت يعني قدها قدود قد الفانيلا اللي انت لابسها لما تنزل الملعب تموت نفسك في الملعب دايما كنت بفتكر كلمة كابتن جواري الله رحمه كان بيقولها بيقولك حتى انت مش في يومك مش في يومك تكتكيا مش في يومك على المستوى الفني لكن ما ينفعش ما تكونش في يومك في الروح ما فيش حاجة اسمها النهار الروح دي بتخلق هي لازم تكون لها تحضيرات يا كابتن اسلام انت عارف لازم يكون لها تحضيرات انت ما بتنزلش المرعب وبتقول لي الروح تعالي هناك اكتر يا كابتن نهاني ان انت يخش فيك جون واثنين ما دي الكارسة في وقت قليل ومش قادر تستحضر الروح اللي حالك بتكلم عنها لان الموضوع الروح ده ما بيجيش بمحد الصدفة موضوع الروح ده بيكون لي زي ما بيقولك اللعيب مركز وانت مركز اديه في الماتش احنا كنا متخيلين بعد ماتش بيراميدز لازم اللعيبة دي لازم تنزل تكسر الدنيا وتكسر الدنيا مش حكاية ان انت تنزل تجيب وانت تلاتة في نادي كبير زي نادي زمالك لا تكسر الدنيا اداء وقوة وسرعة هتقول لي القوة والسرعة ممكن تكون غايبة شوية عشان اجهاد لكن الساكن سباريت ديت بيعوضك الجزئية ديت طب ايه اللي حصل الشوت التاني وانت قلت افضل الشوت التاني يعني ايه طب ايه اللي حصل الشوت التاني رجعت المباراة وبدأت تستعيد تغييرات طبعا موفقة جدا واداء الى حد ما افضل ولكن مش هو ده النادي اللادي طبعا كلنا متفقين طبيعي جدا ان احنا نكون زعلين من اللعيبة ده شيء اكيد في بعض الاسباب بعض المبررات هنتكلم فيها ما بينهم يعني ممكن جدا نتكلم فيها يعني ممكن اللعيبة توضي تكلم اه ده مرد انا مرهق لكن غير مقبول تماما ان السيناريو ده يتكرر تاني مش ان انت تخسر بطولة النادي الاهلي مليان بطولات ودولابنا مليان بطولات وما فيش نادي في العالم بيكسب على طول ويخسر على طول لكن اللي مزعل جماهيرنا وانا واحد منه انك لا ان فيه لعيبة نسية انها بتلعب للنادي الاهلي ان ممكن دماغه يعني لو انت دماغك مش حضرة لا ما ينفعش ما ينفعش فده مهم جدا للمرحلة اللي جاي وزي ما بتكلم وبنتقد اللعيبة لازم نقول لهم بعض الحلول تركيزك اهتمامك اقفل ما بينكوسين على موضوع السوشيل ميديا لانه موضوع خطير جدا وزي ما بتكلم انت قبت في السوشيل ميديا مش عارف مين اللي بيكتب التويowania او مش عارف مين اللي بيكتب البوست وبالتالي السوشيل ميديا لازم اللعيبة يكون عندها الثقافة د nuevo واجماهيري يكون عندها ثقافا واجماهيري النادي الاهلي لازم يكون عندها هذه الثقافة من جملة صغيرة من كلمة صغيرة لازم تعرف اللي بيكتب دوة أهلاوي وإلا مش أهلاوي يا سيدي مش هتعرف يبقى لازم يعني دايما نفكر شوي بالزبط جمهور النادي الاهلي خلي بالك دايما بيفكر في هذا الغامر احنا بناخد الوعي اللي احنا بنشوفه ده يعني انا ببقى سعيد جدا بوعي جمهور النادي الاهلي برضو يا كابتن عادل لانه مهم جدا ان انت تبقى عارف زي ما كابتن هاني كده لانه النقطة دي مهمة جدا ان انا مش عارف واحد بيكتب كلمتين على الفيسبوك لكن جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان ده اهلاوي ولا مش اهلاوي ولا ما بيشجعش النادي الاهلي ده وقدك ورايح في منطقة معينة طب اشمعنا دلوقتي هل اللعبة دي اصبحت فجأة وحشة هل اللعبة دي ممكن ننتقد اداء لعبين ما عندناش مشكلة وممكن نقول ان فلان ده وحش وفلان ده كويس النهاردة او كذا او مبارح كانوا في المطش وحشين لكن اللعبة دي من شهر ونص شهرين بتلعب نهاية افريقيا لتالت مرة على التوالي فانا برضو عايز افهم ايه وجهة النظر او من وجهة نظر حضرتك الاختلاف والتباين الكبير جدا في هذا الامر ان انا من شهر ونص بقول ان دول احسن لعيبة النهاردة بقول ان لازم كذا زي ما حضرتك سامة يعني خليني بس ابدأ معاك بجملة مهمة تفضل ايه هي احنا شفنا بطولة افريقيا اللي هو الوداد النهائي وادونا فين يعني الاتجاعت كانت فين وشفت كذا موقف على النادي الاهلي الفترات اللي فاتت انا مش بتكلم بمناظرية المؤامرة بس خليني اقولك حاجة مهمة في البداية تفضل اولا انا بحترم قوي جمهور النادي الاهلي وبحترم كمان انه يزعل منك طبعا لانه هو ليه حق انه يزعل في وقت الاخفاق وانت دلوقتي في وقت الاخفاق يعني انا بقول لجمهور النادي الاهلي اعتذار جميع الناس اللي شغالين في النادي الاهلي انا رجل مش شغال فيه لكن الاعتذار حتى كنت لعيب قديم باعتذر على الفترة دي اللي هو الاسبوعين التلاتة اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيرامينز وبعدين فاينال الكاس من حقك انك تزعل ومن حقك انك انت كمان يكون حقك علينا ولازم نعوضك عن اللي حصل ونعوضك بالبطولات لانك طول عمرك بطل حاجة جميلة في النادي الاهلي واللي الناس لازم تعرفها ان ده وضع طبيعي وحاجة تدعوك للفخر ان جمهورك بعد الانجازات اللي انت بتعملها له الفترات الطويلة لما تخفق واحد يزعل منك ويزعل منك لانه عمر ما خد على الهزيمة عمر ما جمهور النادي الاهلي واخد على انه حتة انه انه يروح منه كاس ويروح منه كاس من الغريم التقليدي اللي هو نازم عليك متفاهمين كل الحاجات دي ولكن خلينا بس نفكر في حاجة مهمة قوي كرة القدم للعقلاء اللي بيدروها بمعنى ايه سوشال ميديا والزخم الكبير او اللي بيحصل والناس عارفة ان النادي الاهلي ايه اللي بيحصل معاه وضده انت فاهمني لكن انت لما تيجي تشتغل لفرقة كبيرة زي النادي الاهلي ازاي تقوم بسرعة من كبوتك او من ايه او من خطأك البسيط اللي انت وقعت فيه انا ما بقولش ان ده خطأ بسيط ولكن كرة القدم كده انت بتتكلم على ثلاثة فاينل افريقيا انت لعبتهم نعم ولاعب اثنين كاس عالم للانديا لعب خمسة من ستة اه ولاعب اثنين كاس عالم للانديا وكمان عايز اقولك حاجة مهمة قوي انت انت ما اكتر نادي في مصر انا مش بجيب حاجة جواهية انا قلت الجمهور اللي حق انه يزعل وقلت ان النادي الاهلي احنا اخفقنا في المباراة اللي فاتت وفي مباراة برمزتي حقيقة لكن برضو نتكلم ثني شوية خليني احنا ناس مدربين من كابتن هاني مدرب واني مدرب وعارفين مدى العناء بتاع اللاعبين رغم ان انا ما بدلهمش مبرر اللاعب مقصرين وفيهم لعيبة مقصرة جدا لكن انا بديك احصائية مثلا لما تيجي تلعب حوالي 150 مباراة في فترات وعندك 7 8 لعيبة منتخب اللاعب يجي 26 مباراة ده غير ده 130 حاجة كده وال 26 يعني 156 مباراة انت بتتكلم فيه من شهر 8 2020 الى مباراة المباراة اللي فات حاجة تانية فانيه عاوز اقولك انت احيانا بتاخد 16 يوم عشان لعيبة رايحة المنتخب وبعدين بتاخد لك 5 مباريات كل 48 ساعة احيانا بتلعب كل 72 ساعة فترات طويلة برضو انا مش بقول مباري ولكن ده اللي حصل على الارض الحاجة التانية المهمة بقى لانك انت تعترف بخطأ وتحط ايدك على الخطأ بسرعة او هتعالج كويس واتعالج بدري لازم نعرف انه النادي الاهلي زي ما فيه لعيبة مجهدة فيه لعيبة انفت يعني لعيبة بدنيا بدنيا اقل كتير قوي من انهم يلعبوا مباراة وده اللي حصل فيه ايه لو رجعت يعني انا مش هدفع عن ادارة ولا اي حاجة لكن انا بقول حقائق انت لما توفى لك بايلر الاول بايلر مدرب كويس عمل اداء متميز ساب لمسيماني فريق يعتمد عليك قوي اساس جايد لكن لما خده مسيماني ساب اساس تعبان شوي بمعنى فنيا نص الفريق لعب مباراة كتير والنص التاني مش جاهزين من الاجازات والراحات الكتيرة ده اللي انا بقول ليه فرقة النادي الالف المباراةين اللي فاتوا بالشكل ده اللعيبة اللي كانت ما بتلعبش ايام مسماني ما كانوش فت كمان لانه كان بيدي اجازات طويلة ويمكن احنا اكلمنا في الامور دي في الستوديو التحليل واتكلمنا في الحاجات دي كتير قوي ان الفترات الاجازة في الراحزات دي ممكن الاجازة اللي ياخدها اللعب الاساسي اللي بيلعب كتير لكن اللعب الاخر المفترض مفروض ما ياخدش اجازة يكمل تمرين اه يكمل تمرينه ويشتغل لو انت عندك مساعدين عندك جهاز كامل تقدر تشتغل بمجموعة يشتغلوا معاك تعويض ده اللي انا بقوله لك الفجوة اللي حصلت لما جاي مدرب جديد كمان في الفترة دي انت فترة انتقالية فيها عندك لعيبة مش فت كتير قوي فالمدرب كمان جاي يعني لازم نتكلم اللي لنا ولا علينا اواقه مدرب جديد كان يجب اللي استعانى بسام كتير وهو يمكن بيستعان بسام لكن الفترة دي لازم اللي استعانى بسام كتير جدا ليه لانه اللاعب العربي غير اللاعب الاوروبي علشان تكتسب الخبرة بتاعت اللاعب العربي لازم تخد لك فترة طويلة اوه لانه اللاعب معقول انا مش بتكلم عن اللاعب النادي الاهلي اللاعب المصري عادة بيشتغل في اللامة عقول انت بص تلاقيه فترات في فترة مباراة يعني احنا يعني تديك مؤشر ايه انك في يوتشار عملت مباراة كبيرة جدا وكسبت أربعة خدت الأسبوع الأجازة أخدت الرحل كبيرة اللي انت خدتها لكن جيت بعد تعرف الكابتن عادم علش انا اسف كابتن هيني عملنا إحصائية هنا في القناة دكتور أحمد ثابت عملنا إحصائية ان في المباريات اللي بيبقى فيها أسبوع بنسبة 99 ونص بتكسب عشان فيه فترة راحة في المباريات اللي فيها ثلاثة أيام أو أقل اللي هي يعني بس 48 ساعة أو 72 ساعة لا انت بتاخد 8 أو 30 ساعة يا بتتعادل يا بتتغلق 8 أو 30 ساعة كل مشات كثيرة دي مش إسلام اللي يعني ده إحصائية رقمية معمولة بهذا الشهر طبيعيا يا إسلام عدم قطأ كلام عادي اللي هكمل كلامه ان الجزئية ده مهمة جدا زي ما بننتقد اللعيبة زي ما بقلتلك بزبط جدا فيه مبررات يعني فيه أجزاء ممكن نتكلم فيها تلاحم مواسم ولسه اللي جاي ولسه كمان لسه مستمرين عادل لتكلم تقريبا بتلعب 150 مباراة من 20 20 ل 20 وما فيش ما بينهم فواصل يعني دايما لو حد بيقارن إحنا فين من برة والناس بتتلقى بتشتغل زي برة إحنا مختلفين تماما يعني الجزئية دي لكن تاني بقول عملية إحنا لازم نبص لقدام طب عشان تبص لقدام إيه اللي يعني دايما جميل الأهلي تقول لك طب وبعدين إيه اللي حيح أنا في وجهة نظري لازم يكون فيه شوية عملية تحضير إحنا عندنا في مصر عملية التحضير تتخليل قدام شوية يا كابتل لأن إحنا لسه عايزين نتكلم فنان أكتر عن المباراة البارعة طبعا لأنه مهم جدا أن الجمهور ناد الأهلي يعرف بما أننا يعني بنتكلم عن هذه المباراة ما هو قادم ولكن وكيفية البناء حتى بعد القسارة ده مهم جدا أنا كنت عايزة أكمل جملة بسيطة قوي اللي هو إيه دائما البطل الأمة بتاعته بتبقى أسرع من الفريق العادي نادي الأهلي طول عمره بطل هيشتغل على أنه على الدوري أيه وعمرك ما هتيقس بالعكس تعالى كانت مع بطولات جايين في شهرين لا كمان أقول لك حاجة يعني إن شاء الله لو في عقلانية شوية ها أنت ما انتهتش وقد دنيا ما انتهتش دي بطولة آه أنا زعلان أنا مش عاوز أضيع مني مباراة مش بطولة صح لكن أنت لازم تعرف أن في عمل لازم تشتغله صح لازم من البداية اللي استشفى في الوقت الحالي أنا لما ألعب أنفت أحسن ملعب أوفر ترينين بمعنى ده شغل تدريب اللي أنت وإنت مش جاهز تلعب أحسن الروح بقى اللي هنتكلم عليها تديك التعويض بتعليق البدنية لكن أنت لما بتبقى أوفر ترينين بيحصل حتى روحك لو جات يعني لو جات هتبقى واهية شوية وممكن تأثر عليك في إصابة نعم الحاجة المهمة كمان من دلوقتي وتحضير للمباراة القادمة لازم تعرف أنه فرصتك كبيرة في الدورة أنا فرصتك كبيرة وكبيرة قوي عارف ليه؟ لأنني محدش هيكسب على طول في الفرق المنافسة لك فأنت تتحضر نفسك أنك أنت لقى تلعب مباراة كؤوس هتلعب مباراة كؤوس بإيه؟ هي مش بنروح بس بالفكر هي هو الفكر بقى أنك تحضر المجموعة اللي تقدر تديك في الوقت الحالي يعني خليك صادق مع نفسك شوية اللعيب اللي محتاج يريح يريح اللي محتاج اللي يخرج بس يا كابتن إسلام أنا متفق تماما أنت كمان النقطة اللي بتكلم فيها عادل ديت أنا كنت هكامل عليها لكن كان مفروض تحصل من بدر شوي معلش معلش معملية التحذير وهنتكلم فيها معاك لك الحتة المهمة الحتة المهمة اللي قادر أهلا بي مش قادر كورة بس أحيانا في الوقت ده لو أنت أحسن مني العيب أفضل مني وما عندكش الروح بتاعتي بتاعة النادي الأهلي لا بلاش منك تمام دي نقطة مهمة جدا خلال يطلع فصل وبعد هذا الفصل هنرجع برضو نتكلم عن ما هو قادم أو كيفية البناء حتى في الخسارة هتقول لي بتبني آه في الخسارة فيها بناء برضو بعد الفصل هنرجع نسأل كباتنا الكبار عن هذه الأمور أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كابتن هاني كيف يمكن البناء حتى في حالة الهزيمة مهمة جدا يعني زي ما بنتكلم عمليات البناء لازم يعني خلينا نتكلم أنا من وجهة نظري لازم تبدأ من بدر شوية بمعنى تبدأ من بدر ازاي يعني لازم يكون عندنا رؤية مستقبلية لازم يكون عندنا رؤية مش النادي الأهلي السنة دي ولا السنة جاية النادي الأهلي كمان أربع خمس سنين وديت أنا في اعتقاضي محتاجة لشغل كتير جدا 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 ازاي يعني على سبيل المثال بنتكلم بنعاني مثلا من بعض المراكز الناس بتتكلم احنا عندنا مشكلة في مركز اكس واكس 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 عندنا مشاكل في ثلاثة أربع مراكز حلو قوي احنا لو بنتكلم على المشاكل دي متشافة من ثلاثة أربع سنين برؤية مستقبلية كان ممكن عملية التحضير الكتب أكلمك الله يا اسلام أولا عملية التحضير دي عملية لها كذا كذا طبعا أولا أولا اتجاه داخل النادي اللي هو عملية قطاع الناشئين دي عملية عملية تحضيرية انت بتحضر مجموعة أو قطاع الناشئين ده بيحضر مجموعة علشان يقدم الفريق الأول فدي عملية اسمها عملية قطاع الناشئين أو الأكدامية النادي الأهلي الجزء الثاني عملية تحضير المحترفين اللي بره بمعنى ان انت النادي الأهلي نادي برطولات محتاج بعض التدعيمات من لعيبة محترفة الطبيعي المفروض أن يكون مستواهم أفضل من أي لعيب عندك موجود في النادي الآن. فعملية قطعة النشئين السنة أو السنة اللي فاتت. نتكلم أنها خدت الطريق الصحيح. خدت المحور الطبيعي بتاعها. وبالتالي شفنا 3 أو 4 لعيبة لعبوا أمام نادي الإسماعيلي في بطولة كاس مصر. وأدوا أداء حسن. اللعبة دي كان لازم تستمر. تكمل. كان لازم تستمر جوه الفرق. وتلعب. جوه الحداشر. تلعب بقى تبدأ به تنزله يعني يكون موجود في الفرق. عندك طريق زياد. لعيب لازم يكون موجود. زياد طريق. عندك كوكا. و هو متعارض دوقت لك. لازم يكون موجود. عندك محمد أشرف. مثلا محمد أشرف باكشمال. و عندنا جزئية باكشمال على المعلوم. مقدم مستويات رائعة. ولكن المستوى قال لشوية. بدنين. وبالتالي فنيا طبيعي جدا. فانت لو محضر من بدر شوية اللعيبة ديت. من خلال بتدخلها ماتشاد نص ساعة في ساعة العرب. تبدأ مباراة. ما عندك مشكلة. إن اللعيبة دي يكون عندك. فدي تجهيز أو عملية تحضير بالنسبة لقطاع الناشئين. طيب. هتتكلم على الجزء الثاني عملية تحضير المحترفين. تحضير المحترفين ده ملف لازم يضارب بشكل أكتر احترافيا شوية. أنا بتكلم بكل أمانة. لازم يضارب بشكل أكتر احترافيا. لازم يكون عندك ديبارتمنت سكاوتين. لازم يكون عندك قسط. ده حد مثال صغير إسلام. ما عليش هتطول عليك في الجزئية دي. لأنها جزئية مهمة. لما كنت أنا مدير فني في نادي الليرس البلجيكي. قبل نهاية الموسم. جابوا لي فايل بالنسبة لكل اللعيبة. عندنا مثلا مشكلة في رأس الحرب. فجابوا فايل في دافليرس البلجيكي. جابوا فايل بيقول لك اللعيبة الموجودة من سن كذا في الدوري البلجيكي. عودوا ما تخلص السنة دي. ده لعيب مميزات واحد اثنين ثلاثة. وجابوا لخمس ستة أسماء. ده بالنسبة لداخل مركز الرأس حربة. داخل بلجيكي. وبعدين فايل تاني في فرنسا. وفايل تاني بتتكلم في هولندا. نفس الفايل. آه. وعلى مستوى بتكلم على مستوى مقطعات الحوالي. فلازم يكون ده موجود. لازم يكون عندنا رؤية وسعة شوية بالنسبة للمحترفين. بمعنى ان انت لازم تبص داخل الدور المصري. ومش اي لعيب يبقى كويس. لازم تجيبه النادي الاهلي. لان في معايير لاختيار اللاعبين. خاصة للتوب تيم. للأندية الكبيرة. ياهل اللاعب دوت انت محتاجه فعلا. انت محتاج دلوقتي مثلا بوكس بلاير. محتاج رقم تسعة. جوة. جوة تمنتاشر. ممكن يكون عندك راس حربة في الدوري. ما عندوش الجزئية دي. فما يكون عندي واحد بيلعب في نص الملعب. بلعيب كويس. اوه في الدوري المصري. ولكن ديفندر. بيقطع بس. ما أنا عندي. اجيبه ليه؟. فلازم تطور الجزئية ديت. وتحدد معايير معينة لاختيار اللاعبين. المحترفين اللي بيقولك. ده جزئية. لازم يكون عندك كمان على مستوى. انت عندك سكاوتينج على مستوى الدوري المصري. كلنا شايفين. لازم يكون عندك سكاوتينج على مستوى المغرب الجزائر وطونس. ده على المستوى المحيط بتابعة. يكون عندك عين شايفة من بدري من اللاعبة المميزة. عقدها تخلص امتى واه وسنه كام. لان السن كمان مهم جدا. لازم يكون عندك سكاوتينج على مستوى أفريقيا. لازم يكون عندك عين خبيرة. كل ده نظام سكاوتينج. النادي الأهلي للأسف مفتقده. لازم يكون ده موجود. انه عندك سكاوتينج في مصر في الدول العربية. في أفريقيا. وتدور على الأولاد اللي عندهم 18-19 سنة في أفريقيا. قبل ما يكون عنده سعره 3 مليون دولار. لان كل اللاعبة المميزة بتتخذ أوروبا سهل جدا. فانت لا. انت ممكن جدا باتصالاتك. انت النادي الأهلي. بقيمة النادي الأهلي. انه ممكن جدا. لا. ايه المانع ان يكون عندك سكاوتينج بيحضر بطولة أفريقيا تحت 18 سنة. ويبدأ يحط عينه على 2-3 لعيبة. ويبدأ يعمل فايل يتقدم للمجلس الإدارة. ومن خلاله يتقدم للمدير الفني. والله احنا عندنا 3 لعيبة بلعب في مركز راس الحربة دوت. واحد كذا. واحد كذا. واحد كذا. سنه كذا. طيب. ويختار على أساس طريقة لعبه. ويختار على أساس اللي محتاجه النادي الأهلي طريقة لعبه. ومش كل واحد يلعب كويس. حيقدر يلعب في النادي الأهلي. فيه سيستم لعب معين. والناس كده بتشتغل برا في الجزئة دي. فانت بتتكلم على قطاع ناشئين. وانا من وجهة نظري انه لازم من بكرة يتم الدفع بالولاد الصغيرين. لعب الولاد الصغيرين. لعب زياد طريق ولعب كوكا ولعب محمد أشرف في ياخد مباريات. ايه المشكلة؟ يعني حتى لو غلط لا. والكل أجمع على النقطة دي يا كابتن هاني. طبيعا. مهم جدا. ده مهم جدا. مهم جدا يا كابتن عادل. انه كل بيجمع على انه ناشئين يلعبوا. لانه انت بالنسبة للجمهور انت خسرت يعني من بيراميدز. خسرت من الزمالك بطولة. وخسرت من الزمالك. فماشي. لعب بقى الناشئين خلال الفترة. فالبالك معلش. وكمان مش معنا انك بتلاعب الناشئين ان احنا يعني دايما الناس تأخذها يا عم. لعب الناشئين بقى حتى لو خسرنا. لا لا لا. مش ده الهدف. الهدف انك بتلاعب الناشئين. عشان تدي ثقة للولاد. وعشان الولاد تعرف انك لأ هتنزل وتكسب. وعشان تكسب كوادة جديدة. ونوما من ناشئين النادي الاهلي. تكسب عيب. فضل لك تقولي رأيك برضو. يعني يعني دائما الخسارة عندنا في مصر. الخسارة ممكن توديك الخسارة اكبر لو ما تعملتش معاها بعقلانية. بمعنى ايه؟ حتة الناشئين في الوقت الحالي. انت تقدر تلاعب ناشئين في الوقت اللي انت فيه كويس. لا خلينا خلينا اعترض معاك عن التقش. لا خلينا بس اكمل فكرته علشان انا نعملها. فاضل. ازاي؟ فن ادخال اللعب للفرية الاول ده فن خاص. مش اي حد بيعمله. ومش بقاق وما بيتعملش في وقت النرفزة. وما بيتعملش في وقت اللي كنت بتخلق حل. مش هتعمل لعيب كويس. ليه؟ لانك انت في الوقت الحالي لو حرقت زياد طارق. افرد كان متواجد واتغلب. وليه حرقته؟ لأ لحظة كاملة. ليه حرقته؟ لأ من هقولك؟ هقولك ليه؟ سنت كمان عاجب تتكلم على ولد عنده طارق 22 سنة. لأ لحظة. لا لحظة. لا احنا بتتكلم في فكرة مصر مش في أوروبا. لأ أعمل. تعمل بصعوبة في الوقت الحالي. أوكي. فانت لما تيجي تدخل لاعب صغير في وقت لازم تدخله. اللاعبة تشيله. مش هو اللي يشيلهم. ما فيش لاعب صغير بيشيل تيم. اللاعب الصغير بيبدأ زي ما احنا كلنا لعبنا واحنا صغيرين. كانوا بيساعدونا علشان نساعد اللي تحتينا ونساعد اللي فرقنا. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى اللاعب الصغير اللي انت عايز تلاعبه. اللاعبه هو الفرقه ماشي كويس عشان الناس تتقبله. لأن لو انت كنت لعبته في الفترة دي وتحرق مع اللعيبة. أنا بتكلم بلغة الكورة. يعني نزع لنا كلها من لعبة الناد الأهل دلوقتي. لو كان اللاعبين الصغيرين موتواجدين كان هيتزعل منهم. دولا ما عندهمش رصيد عند الجمهور. أنا ممكن دلوقتي أزعل من مثلا من وليد سليمان. لكن وليد سليمان عنده رصيد عندي عشرين سنة كورة. ما عليش أنا معطارت شوية. خلينا نتناقش برضا علشان نوصل لنقطة. يعني أصله دلوقتي الخسارة لازم تبقى قليلة. ما تخسرش كتير. أنا معاك في جزئية أن الكلام ده خلاص. الكلام ده كان زمان. دلوقتي انت بتتكلم على لاعب زي طرق زياد. لاعب زياد طرق. لاعب كويس. لاعب كويس. لو بلعب مبارح. تفتكر لو احنا كمان اتغلبنا. الناس هتزعل منه أكثر ما هتزعل من مثلا من ياسر إبراهيم. لا أنا في اعتقادي لا. لأن الولد سيبقى فيه صفورة. أنا بتكلم من ناحية الفنية. هل هتساعدوا اللعبة؟ شوت الأولاني. بالحكس ادي اللعبة الصغير. الشوت الأولاني. ما الذي يجعل النادي الأهلي يظهر بالمظهر ده؟ ماهي يا كبتل من وجهة نظرك؟ رقم واحد. احنا لعبنا بتشكيل. في البداية مش جايد. بطريقة لعبة في الجداية مش جايدة. لأن ارايتنا لنادي الزمالك. أنا بتكلم في الحاجات الأخطاء ما فيها مبارح. رأيتك لنادي الزمالك ما كانش صح تماما. انت عند قوة نادي الزمالك كلها في الطرفين. في بن شرقي مثلا وزيزو. يبقى انت يجب انك انت لما تيجي تلاعب واحد على بن شرقي. لازم يكون ما عندوش شك في الإصابة زي محمد هاني. محمد هاني اللعب كويس. ولكن درجة من الإصابة ده يلعب على أقوى واحد مثلا. لو كان عندي أنا في الشوت الأولاني. حتة ان أنا وقفت ما فتح لعب الناس الزمالك. والأخطاء اللي راحت مني ما كانش لأقدر ان انا أطلع بالشكل ده. تخيل انت لو في لعب واثنين ما عندهمش رصيد جوه الملعب. وبيلعبوا في الشوت ده. إيه اللي هيحصل. وانا هلعب اللعيب اللي عندها رصيده اللي عندها رصيده اللي عندها تصدق. لا. طبعا أنا أردت على اللوتة دي. اه. وانا دلوقتي. وانا من وجهة نظري كمدير فني. هل أنا أختار اللعيبة اللي أنا شايفها كمدير فني. تلعب ولا اللي عنده رصيد. معلش أنا مش فاهمها دي. ناو. مهو الخبرات. ناو. ليه عامل كبير جدا. مهو الخبرات لما نزلت. هديك مثال. سنة تسعة وتمانين وهاني كان معانا وبيلع. كان معانا مدرب اسمه بايسا. كنا بنلعب اسطيف الجزائري كانت كان سنة تمانية وتمانين هكذا. بنلعب لعبنا هناك وبنشوت البنالتيات هنا. فجينا نخش احنا للولادة الصغيرين. أنا قلت من آخر بنالتي أنا فاكر. قلت هادخل هشوته. قال لي لا. كابتن طرق سليم الله رحمه. قال ليه شوت هو اللي طالب. قال لا هقولك ليه بكرة. خسرنا. واللي كان داخل كان الكابتن محمود صالح ودخل وضيع. جابني. وجاب الكابتن طرق سعيد الله رحمه. قال له أنا مستعد أخسر بطولة. لكن ما أخسرش لعب صغير لسه طالع معندوش بسيط. ده موقف. ده موقف معين. ده موقف معين. أنا معك في أنك ما تحرقش لعب لسه صغير. ويشوت ضربة بطولة. ممكن جدا. لكن أنا بتكلم لا لا. أنا بتكلم دلوقتي. أنت حان الواجب. ونكلمش على مبارح. وبيكلم بشكل عام. بعد كده. ما زياد طريق لعب. وكوكا لعب. أزياد طريق لعب معه أثبت أنه هو كويس. كان كويس. كان كويس. نادي الأهلي. نحن جماعة لعبين ثلاثة فينال أفريقيا. مضبوط. نحن ثلاثة كاس عالم للأندية. ثالث العالم. واخد سوبر. واخد دوري. انت خسران مباراة. وخسران كاس. الدنيا كلها زعلانة. نادي الأهلي لا يستحمل كثير. أنا عملت تسعة سنين في قطاع النشرين. وطلعت لعبة كثير. من اللعبة التي كانت موجودة معي. منعم. جبته من أهل الصغيرة القوي. وطلعته لعب معي. منعم. وزياد طريق كمان. كان بلعب معي. ومصطفى شبير. والبادري. واللعبة كلها. لكن فن إدخالهم من الفريق الأول. اوعى تندفع. لأنك ستخسر. كم من اللعبة خسرناهم. أنا متفاهم وجهة نظر عادل. بس أنا في وجهة نظري. هذه نظرية قديمة شوية. نظرية دي. احنا كنا بنطلع بنلاقي. يعني أنا طلعت على كابتن باير همام. يعني قوامات كبيرة جدا. وكان عندهم. مش رصيد بالنسبة. لأ عندهم. لسه عندهم القدرة على. لهم يلعبوا. لكن انت دلوقتي عندك مجموعة. إلى حد كبير منهتة. وعندنا أزباد. ما بقى يا كابتن عادي. عندنا بدنيا وقعين. مش أدليل. المشكلة إنك تلاعب ولد صغير. وخلي بقى لك جمهور النادي الأهلي. متفاهمك كويس قوي. ما بقيتش. هذه النقطة برضو. إن جمهور الأهلي. فاهم الموضوع. جمهور الأهلي هتفاهم الموضوع ده. في حالة واحدة. أصلا من الزياد أثبت إنه هو كويس. كوك أثبت إنه هو كويس. جمهور النادي الأهلي. لازم تبني اللي قدامي. لا جمهور النادي الأهلي. يلعب. هيفضل. يلعب إمتى. بيلعب. لا لعب الفضل. لا لعبش مبارح يعني. عادي. إحنا لما طلعنا. أنا فكرك بس حاجة. إنت مش فكر. إحنا لما طلعنا. عملنا إيه. تمانية وتمانية. لا استنين. إحنا طلعنا إزاي. واحد ورا واحد. وبعدين. يعني شوف. ما واحد ولا واحد. لازم. ده معنا الكلام اللي أنت بتقوله ده. إن الزياد يلعب. لوحده. ماشي. ما تستحملش كنادي أهلي. إنت نادي بطولة. أوكي. وأنت إيه مشكلتك دلوقتي. ده في أندية تفرح إن هي. ماشي واخد ثلاث بطولات. بطولتين أفريقيا ممكن أندية. تقعد تغني عليهم سبعة أو عشرين سنة. أنت النادي الأهل. أنت قاسبان بطولات. بس أنت واخد على كده. كتير قوي. كتير قوي. ماشي لعيبة من النادي الأهل. وكان الناس بيتعذبوا علينا. هديك مسال. لعيبة ناشئين. ناشئين. لعيبة كبار ولعبوا في أندية كبيرة. وإحنا كنا بنتلع عندنا لعيبة كويسة في الفريق الأول. لهم هيلعبوا لنطلع عليهم الناشئين. عادل. عادل. إحنا فلان على جيل يا إسلام برضو النقطة دي. أنا شايف أن النقطة دي نقطة اتغيرت. وجهة نظر. وجهة نظر عادل. لكن أنا شايف أنها اختلفت تماماً. من كرة القدم ما بقيتش. يعني عايز تحط كم لعب جديدة كتنهانية لعب في الفترة دي. يعني عايز تحط كم لعب جديدة كتنهانية لعب في الفترة دي. إيه المشكلة أنك تحط ثلاثة أربعة لعب أو اللعب دي تاخد خبرات. ويبقى عندك زياد طريق كمان السنة الجاية. لا تستحمل مثلاً أنك يكسبك الأربعة في الملعب. عادل عادل عادل. أنت محتاج مين يا كبتن؟ أنت محتاج غير كوكا. ماشي محتاج كوكا. ويبقى هم اللي بالعب. ما هم اللي بالعب. ما هم اللي بالعب. ما هم اللي بالعب. ما هم دي مش مشكلة ده. هم دخلوا خلاص دور. أنا بتكلم في نقطة تانية خالص. أنا بتكلمش عشان ماتش بكرة ولا عشان. أتكلم علشان ماتش اللي بعض أكسابه. أنا بتكلم إن الناس دي لازم تأخذ. ما هذا اللي أنا بتتفع معك عليه. هم بيبقى متفقين بقى؟ دمن البداية من بداية السنة. لا بس ما عليش بعد إذنكم. هو كابتن بس عشان ناخد إمتى وما ياخدش إمتى دي. دي ممكن تكون وجهة نظرك. مختلف عن وجهة نظر كابتن عادل. مختلف عن وجهة نظر. ده الطبيعي على فكرة. إن مش كل واحد فينا حيتفق على نفس الكلام. لكن في النهاية إحنا متفقين على أنه يجب أن يتم الدفع. مش حضراتكم بس على فكرة. جمهور الأهل كله. إحنا متطلعين كم لعيب في النادي الأهلي السناتين اللي فاتوا. دايما إسلام. دايما عشان الناس ما تفتكرش غلط. وإنت كمان يمكن خدتها بمنطوق غلط. مش عشان خسرنا. لأ ندخل العائلة السورية. لا فهمت كده. إحنا سنتين. إحنا سنتين. إسمع بعض. إسمع بعض. علشان أصلنا في نقطة مضيقانة جدا على قطاع الناشئين في النادي الأهلي. أنا بكلام شعور. لا أنا فهمك. أنا فهمك. بمعنى إيه؟ أنت بتطلع. أنت عندك كام لاعب السنتين اللي فاتوا. عرفتهم في النادي الأهلي. ولاد صغيرين. عرفت أحمد ياسر ريان. عرفت عربي بد. عرفت مثلا محمد عبد المنام. عرفت محمد نصير. عرفت زياء الطاري. ما كل دول منشئين. مصطفى شبير. ما كل دول منشئين النادي الأهلي. لكن أنت عندك في النادي الأهلي مشكلة كبيرة. المشكلة كبيرة اللي في النادي الأهلي إيه؟ الناس مش هتستحملك. غلط. 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 ليه؟ ما كل عمرنا كده. لا لا لا. الفكر ده انتهى تماما. إن الناس مش هتستحملك ده مش موجود. لو النادي الأهلي فعلا. بيطلع ثلاثة أربعة ناشئين كل سنة. الناس هتستحملهم حتى لو في الأول. مش وقفين على رجليهم ما إحنا كنا. إحنا مش هنطلع. أنا مش طالع عندي تمنتاشر سنة. وهكسر الدنيا. لا. ده أنا هاخد موسم الستة من عشرة. وبعد الستة من عشرة دي هبقى تمانية من عشرة. مش هتلع عشرة من عشرة. مش هتلع عشرة. مش هتلع عشرة. فده اللي لازم يحصل. ده ده رأيي. مؤخرا يا كابتن عادل. أو أخيرا يعني علشان الحلقة. عايز برضو اسأل حضرتك. فيما هو قادم. إحنا عندنا دلوقتي. بالوضع اللي إحنا شايفينه. بالوضع اللي إحنا عاملينه. وكل حاجة. القادم هيبقى إيه. يعني كيف يفكر. ريكاردو سواريش فيما هو قادم. هل هو عارف كويس جدا. إن إحنا تعبانين. واللعيبة مش قادرة. وكذا وكذا وكذا. وإن هو بقى يدفع بالنشئين. وإذا ما يدفعش بالنشئين. ده هو برضو مدرسته. وعلى حسب دماغه. وعلى حسب طريقته. لكن اللي جاي. عندنا المفترض. طريقين. قصير المدى. وطويل المدى. قصير المدى اللي هو تكمل الدور. الشهرين اللي جاي. تكمل الدور إزاي. عقلانية. لازم. هتشتغل شغل. ذهني كتير قوي. تشتغل. نفسيات اللعب. هتشتغل عليها بطريقة كويسة قوي. حاجة تانية. فيه لعيبة مقاتلين. تقدر تلعبهم. هتقدر انت كمدرب باستشارة الآخرين. لأنك ما تعرف همش كويس. هتعرف مين اللي هيقدر يكمل معك. غير اللي مش هيقدر يكمل معك. والحاجة المهمة جدا يا كابتن إسلام. الرغبة. الرغبة من اللاعبين. رغبة اللاعبين. رغبة اللاعب. تعرف تكتشفها كمدرب. أوكي. هقول لك ليه أنا بقولك الكلام ده كابتن إسلام. أنا اشتغلت مدرب طوارئ زيه. أو في نوص السنة في ناديين. في اتحاد جدة. وده أكبر أندية المملكة. والشباب السعودي من أكبر أندية المملكة. الفترة دي. يجب أنك ما تدخلش بدنيا خارص. خصوة أنت تلعب كل يوم تلاتة ماتش. ما تدخلش بدنيا. فما فيش بدنيا. يمكن. وحتى لازم تدي ثقة لللاعبين اللي هيلعبوا بمعنى. أنك أنت. لو قلت. اللاعب. هلعبك على التمرين. اللاعب هيجد نفسه في التمرين. لن تلاقيه في المباريات. ولازم يخلي باله. دابرينا كابتن مهو. أنت تلعب الحد. هيتقالت. 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 هيتقالت منه. هيتقالت منه. منه هو. اه. اتقالت منه. من المدير الفني. اه. اتقالت. اتقالت في مؤتمر صحفي أو في حاجة كذلك. لازم تأمن اللاعبك كويس. بمعنى. ما تدخلش بدني خالص. انت يدوبك استشفى. ويدوبك نفسي. ما استشفى بس. او نفسي. ولكن. اختيارك الجيد. لطريقة اللاعب. اللي تناسبك. بمعنى. درسي لازم ناخده من ماتش برامت. انت. حتى تلعت بعض المبارادة كالمدير الفني. وقال. لعيبة النادي الأهلي مجهدة. مضبوط. لما انت مجهد. ما ينفعش العبد الضغط علي من أول المباراة. يعني ارجع أحيانا كمدرب. ارجع لحتة تقليدية. عدي اللاعب التجاري. بمعنى ايه؟ انك عايز تفوز المباراة تلت الأخير من الدوريات. الفوز أهم. علشان توصل لهدفات. تمام. وبعد هذا. ليك قاعدة بقى وتتكلم. زي ما انت عايز. وممكن تشيل اللاعبة اللي انت عايزة. وتحط اللاعبة للجولة. كيف تنهاني؟ انا من وجهة نظري. على المستوى النفسي. لازم يكون فيه أعداد طويلة المدى. لازم نتكلم مع بعض كويس فنيا. انا في رأيي فنيا. مختلف مع عادل شوية. ان طريقة الضغط العالي. هي الطريقة الأنسب علميا. انك ما بتجريش كتير. يعني. لسه عالميا فيه تقارير بتقول. ان الفرق اللي بتلعب ضغط عالي. بتجري أقل. وبالتالي. مش محتاج مجهود بدني كتير. عشان تطبق هذه الطريقة. تاني حاجة. الجزء الأهم. انك كمان تحط الطريقة اللي تناسب. امكانيات لعبتك على المستوى البدني. كلنا عارفين. امكانات النادي الأهلي فنيا كويس. لكن المستوى البدني بيأثر فنيا بشكل كبير. وبالتالي. 3-4-3 هي الأنسب حاليا للنادي الأهلي. ليه أنسب للنادي الأهلي. لأن محمد هاني مش واقف على رجله كويس قوي. عالي معلول تستفيد منه في طريقة 3-4-3 أفضل ما 4-4-2-3-1. دي وجهة ناظري. الجزء الآخر أنك بـ 3-4-3 ممكن كمان بتعمل الضغط العالي بشكل أفضل. تستحوز كمان. لو حبيت تستحوز تستحوز بشكل أفضل. وده اللي حصل مبارات نادي الزمالك. لعبنا الشوط الثاني تقريبا بـ 3-4-3. وبالتالي كان فيه استحواس وسط الملعب. لأن عندك وسط الملعب مش معتمد بس على عمر السولية أو على أليو ديانج. لا معتمد على ناس كتير. معتمد على ممكن جدا يكون ناحية الليمين أحمد عبدالقادر. أو لما طاهر يكون راجع. أو حسين الشحات يكون راجع. معتمد ناحية شمال على علي معلول. اللي ما بيقطعش مسافات طويلة. رايح جاي يبقى. شغله شوية في 30 متر. لأنه ما يستحملش أن يشتغل في 60-70 متر. معتمد أن فيه كسافة عددية في وسط الملعب بدخول أفشا في وسط الملعب. معتمد أنك ممكن جدا من 3-4-3. ممكن جدا يكون فيه كسافة عددية داخل الـ 18. فكل ده حلول فنية. وطبعا هو قدرة كمان بهذه الحلول. لكن أنا شايف أن الطريقة دي فنيا. هتفيد الأهلي الفترة اللي جاية. يعني بناء على الأحمال البدنية لأن النادي الأهلي عنده. عنده عمر صليا مجهد. عندنا لعبة كثيرة مجهدة. وعفشة عمره كثيرة. وعفشة. فأنا في اعتقادي. وده بان في مباراة نادي الزمالك. أن 3-4-3 هي الأنسب للنادي الأهلي. أخيرا أنا كابتن عادل. لو عايز تواجه كلمة لجمهور النادي الأهلي. يعني لك حق أنك تكون زعلان. ما فيه شك يعني. وكان فيه تأثير. لازم نعترف بكلك. والأيام القادمة إن شاء الله. النادي الأهلي هي أفضل حجم عنده. إلا جمهور النادي الأهلي بيرضى بالقتال. ديني روحك بس كلاعب النادي الأهلي. اللي إحنا مفتقدينها ودي زعلاني. أنا بروح. فلنة النادي الأهلي بس أكسب أي فرقة في مصر. عارف لها كتن الإسلام. لأن أنا الأفضل على مدار التاريخ. بس مش هنقعد نقول إحنا الأفضل إلا بالروح جوه الملعب. وفي الآخر بقول لهم إن شاء الله القادم أفضل وأحسن. ده وقت إحنا دايما متعودين عليكم أن إنتوا اللي بتقفوا جنب النادي. هو ناديك وأنتوا مش نادينا إحنا. النادي الأهلي تعمل لجمهوره فقط. مش لأي حد تاني. جمهور عظيم. إحنا على مدار التاريخ عمره جمهور النادي الأهلي. ما أسعى على لعبته يمكن يزعل منك. ولكن في نفس الوقت بيرجع لك بسرعة. هنصالحك وهتبقى كويس كناس محبين للنادي الأهلي. وإن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة هتبقى أفضل للنادي الأهلي. وما تندركش ورا الناس اللي بيوقعوك. خلي بالك طول عمرك بتقف جنب نديك. تزعل مننا زعلوا مننا كتير وحيونا كتير. ولكن لازم نعرف أنتوا اللي بتصنعوا اللاعبين. وانتوا اللي بتعملوا مجد النادي الأهلي. ده جمهور النادي الأهلي. فما فيش أي زعل أنتوا زعلانين. خلاص انتهى الموضوع. والأيام القادمة إن شاء الله هيبقى الأفضل والأفضل والأفضل إن شاء الله. أنا طبعا رسالتي طبعا للنادي الأهلي. ما فيش شك طبعا عايز أقول لكم. مهم جدا جدا خلي بالكم من السوشيل ميديا. النادي الأهلي لسا عندنا بطلات كتير. هناخد بطلات ودولبنا مليان بطلات كتيرة جدا. مش مشكلة نخسر بطولة. مفيش مشكلة خالص. ممكن تخسر بطولة. ولكن ما تخسرش نديك. وده مهم جدا خلي بالكم من السوشيل ميديا. في بعض الناس بتحاول مش تهد الفريق. بتحاول تهد الكيان. وده صعب جدا. النادي الآلي هيفضل طول عمره النادي الآلي. ولكن احنا في عصر السوشيال ميديا. نخلي بالنا جماهير النادي الآلي. تخلي بالها كويس قوي. من الصفحات اللي بتكتب. الأراء اللي بتكتب. اللي ما بين قسين. يعني بيحطه السم في العسل. خلي بالك ممكن تلاقي أراء عجبات جدا. جدا. ده لازم يمشي. ولازم ليمشي. خلي بالك من الجزئية ديت. المهم جدا. انك تكون support كالعادة للكيان. ده مهم جدا. وانا ما عنديش أي شك. ان البطولات لسه بطولات كتيرة جدا. هيفوز بها لعبتنا. ولسه كمان لعبتنا هتثبت. يا رب تثبت عكس ما بنقوله. ان شاء الله يكون الدوري بإذن الله بتاعنا. وعندنا زي ما اسلام قال. عندنا أربع بطولات. ان شاء الله يكون النادي الآلي. وانا أكيد. في رأيي ان ان شاء الله القادم أفضل. ودايما. المقولة اللي بتتقال. يعني جماهير النادي الآلي. هي السد العالي لحماية النادي الآلي. خلي بالكو من السوشيال ميدي. بشكرك جدا. أنا كابتن هاني على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا كابتن هاني على وجودك معنا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهاردة كانت حلقة خاصة من البيت الكبير. الحقيقة نظرا لكل الظروف اللي احنا مرنا بيها. شرحنا لحضراتكم بعض الإجابات على بعض الأسئلة. طبعا فيه كلام متاخد. طبعا مش هرد عليه دلوقتي كله في وقته. إن شاء الله يوم الحد لما يكون مع حضراتكم. إن شاء الله نكونوا كذبانين مباراة الجونة بعد مباراة الجونة. ويكون مع حضراتكم. إن شاء الله يكون بيها فيه رد وافي وشارح لكل هذه الأمور اللي مكتوبة. لأن أنا فجئت بكلام. أنا مقلتوش تماما على السوشيال ميديا. لكن هو زي ما كابتن هاني قال السوشيال ميديا عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. كل واحد بيشتغل بغرضه وكل واحد بيشتغل بالنغ. عموما إن شاء الله نادي الأهلي يظل دائما فوق الجميع. نادي الأهلي وجمهور يظل دائما فوق جميع. كل حاجة. كل حاجة الحقيقة ما بتهمناش غير حب النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. واللي حيحصل إن شاء الله الفترة اللي جاية. وإن شاء الله زي ما الكل أجمع تكون الفترة القادمة أفضل كتير من الفترة السابقة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله التقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير يوم الحد القادم بعد مباراة الجون أشكركم وشوفكم على خير